الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس عشر من كتاب تلبيس ابليس نواصل القراءة في تلبيس ابليس على الصوفية في الملبس وغيره قال المصنف رحمه الله فان قيل فما وجه ما رويتم عن سري السقطي انه قال لو احسست بانسان يدخل علي فقلت كذا بلحيتي وامر يده على لحيته كانه يريد ان يسويها من اجل دخول الداخل عليه لخشيت ان يعذبني الله على ذلك بالنار فالجواب ان هذا محمول منه على انه كان يقصد بذلك الرياء في باب الدين من اظهار التخشع وغيره فاما اذا قصد تحسين صورته لان لا يرى منه ما لا يستحسن فان ذلك غير مذموم فمن اعتقده مذموم فما عرف الرياء ولا فهم المذموم وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس انفرد به مسلم حاشية صحيح مسلم في الايمان باب تحريم الكبر وبيانه الصفحة السابعة والاربعون والمئة الى التاسعة والاربعين بعد المئة وبطر الحق هو دفعه وانكاره ترفعا وتجبرا انتهت الحاشية انفرد به مسلم ومعناه الكبر كبر من بطر الحق وغمط غمط بمعنى ازدرى واحتقر فصل وقال المصنف رحمه الله وقد كان في الصوفية من يلبس الثياب المرتفعة وعن ابي عبد الله احمد بن عطاء قال كان ابو العباس ابن عطاء يلبس المرتفعة من البز كالدبيقي ويسبح بسبح اللؤلؤ ويؤثر ما طال من الثياب حاشية الدبيقي ثياب تنسف الى دبيق قرية بمصر والسبح خرزات منظومة للتسبيح ومفردها سبحة والتسبيح بها ليس من السنة في شيء وانما ابتدعها الناس لذلك والصحيح في السنة التسبيح باليد لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يعقد التسبيح بيمينه انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قلت وهذا في الشهرة كالمرقعات وانما ينبغي ان تكون ثياب اهل الخير وسط فانظر الى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء بين طرفين قيد فصل قال المصنف رحمه الله وقد كان في الصوفية من اذا لبس ثوبا خرق بعضه وربما افسد الثوب الرفيع القدر وعن عيسى بن علي الوزير قال حاشية ابن داود ابن الجراح ابو القاسم البغدادي كان ابوه من كبار الوزراء سمع الحديث الكثير وكان صحيح السماع كثير العلوم وكان عارفا بالمنطق وعلم الاوائل فاتهموه بشيء من مذهب الفلاسفة ولد في سنة اثنتين وثلاثمائة وتوفي في سنة احدى وتسعين وثلاثمائة ودفن في داره ببغداد البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة الثلاثون بعد الثلاثمائة وانتهت الحاشية قال كان ابن مجاهد يوما عند ابي حاشية ابو بكر احمد ابن موسى ابن العباس ابن مجاهد المقري احد ائمة هذا الشأن حدث عن خلق كثير وروا عنه الدار قطني وغيره وكان ثقة مأمونة سكن الجانب الشرقي من بغداد وكان ثعلب يقول ما بقي في عصرنا احد اعلم بكتاب الله منه من تصانيفه الشهيرة كتاب السبعة في القراءات وكانت وفاته سنة اربعين وعشرين وثلاثمائة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة الخامسة والثمانون والمئة انتهت قال كان ابن مجاهد يوما عند ابي فقيل له الشبلي فقال يدخل فقال ابن مجاهد ساسكته الساعة بين يديك وكان من عادة الشبلي اذا لبس شيئا خرق فيه موضعا فلما جلس قال له ابن مجاهد يا ابا بكر اين في العلم فساد ما ينتفع به فقال له الشبلي اين في العلم فطفق مسحا بالسوق والاعناق صاد الثالثة والثلاثون قال فسكت ابن مجاهد فقال له ابي اعرضت ان تسكته فاسكتك ثم قال له قد اجمع الناس انك مقرئ الوقت فاين في القرآن ان الحبيب لا يعذب حبيبه قال فسكت ابن مجاهد فقال له ابي قل يا ابا بكر فقال قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم المائدة الثامنة عشرة فقال ابن مجاهد كأنني ما سمعتها قط حاشية ابو نعيم في حية الاولياء الجزو العاشر الصفحة الثالثة والسبعون والثلاثمائة الى الرابعة والسبعين بعد الثلاثمائة انتهت قال المصنف رحمه الله قلت هذه الحكاية انا مرتاب بصحتها لان الحسن ابن غالب كان لا يثق به حاشية ابن علي بن غالب ابن منصور ابن صعلوك ابو علي التميمي ويعرف بابن المبارك المقري صاحب ابن سمعون وقرأ القرآن على حروف انكرت عليه ودرب عليه الكذب اما عمدا واما خطأ واتهم في رواية كثيرة وكان ابو بكر القزويني ممن ينكر عليه وكتب عليه محضر بعدم الاقراء بالحروف المنكرة قال ابو محمد السمرقندي كان كذاب توفي سنة ثمان وخمسين واربعمائة عن ثنتين وثمانين سنة ودفن عند ابراهيم الحربي البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة الرابعة والتسعون وانتهت الحاشية وعن ابي بكر الخطيب قال ادعى الحسن ابن غالب اشياء تبين لنا فيها كذبوه واختلاقه فان كانت صحيحة فقد اذانت عن قلة فهم الشبلي حين احتج بهذه الاية وقلة فهم ابن مجاهد حين سكت عن جوابه وذلك ان قوله فطفق مسحا بالسوق والاعناق لا يجوز ان ينسب الى نبي معصوم انه فعل الفساد والمفسرون قد اختلفوا في معنى الاية فمنهم من قال مسح على اعناقها وسوقها وقال انت في سبيل الله فهذا اصلاح ومنهم من قال عقرها وذبح الخيل واكل لحمها جائز فما فعل شيئا فيه جناح فاما افساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فانه لا يجوز ومن الجائز ان يكون في شريعة سليمان جواز ما فعل ولا يكون في شرعنا قال ابو عبدالله احمد بن عطاء كان مذهب ابي علي الروذ باري تخريق اكمامه وتفتيق قميصه قال فكان يخرق الثوب المثمن فيارتدي بنصفه ويأتزر بنصفه حتى انه دخل الحمام يوما عليه ثوب ولم يكن مع اصحابه ما يأتزرون به فقطعه على عددهم فأتزروا به وتقدم اليه من يدفع الخرق اذا خرجوا للحماني قال ابن عطاء قال لي ابو سعيد الكازورني كنت معه في هذا اليوم وكان الرداء الذي قطعه يقوم بنحو ثلاثين دينار قال المصنف رحمه الله ونظير هذا التفريط ما انبأنا به الحسن البوشندي قال كانت لي قبجة طلبت بمئة درهم فحضرني ليلة غريبان فقلت للوالدة عندك شيء لضيفي قالت لا الا الخبز فذبحت القبجة وقدمتها اليهما حاشية القبج الحجل وهو جنس طيور تصاد انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قد كان يمكنه ان يستقرض ثم يبيعها ويعطى فلقد فرط وعن ابي عبد الرحمن السلمي قال سمعت جدي يقول دخل ابو الحسين الدراج البغدادي الريا وكان يحتاج الى لفاف لرجله فدفع اليه رجل منديلا دبيقيا فشقه نصفين وتلفف به فخيل له لو بعته واشتريت منه لفافا وانفقت الباقي فقال رحمه الله انا لا اخون المذهب قال المصنف وقد كان احمد الغزالي ببغداد فخرجا الى المحول فوقف على ناعوره تئنه فرمى طيلسانه عليها فدارت فتقطع طيلسان حاشية احمد بن محمد بن محمد ابو الفتح الطوفي الغزالي اخو ابي حامد الغزالي كان وعظا مفوهة ذا حظ من الكلام والزهد وحسن التأني قال ابن الجوذي وقد كانت له نكت الا ان الغالب على كلامه التخليط والاحاديث الموضوعة المصنوعة والحكايات الفارغة والمعاني الفاسدة قال ونسب الى محبة المردان والقول بالمشاهدة فالله اعلم بصحة ذلك والقراءة الهامش قال ابن خلكان كان من الفقهاء غير انه مال الى الوعظ فغلب عليه واختصر الاحياء في مجلد سماه لباب الاحياء وله الذخيرة في علم البصيرة طاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه وكان مائلا الى الانقطاع والعزلة والله اعلم بحاله توفي سنة عشرين وخمسمائة البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة السادسة وتسعون والمئة الناعورة دولاب ذو دلاء او نحوها يدور بدفع الماء او جر الماشية فيخرج الماء من البئر او النهر الى الحقل والجمع نوعير وتئن اي تتأوه انتهت الحاشية قال فرمى طيل سانه عليها فدارت فتقطع الطيل سان حاشية البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة السادسة وتسعون والمئة انتهت قال المصنف رحمه الله قلت فانظر الى هذا الجهل والتفريط والبعد عن العلم فانظر الى هذا الجهل والتفريط والبعد عن العلم فانه قد صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اضاعة المال ولو ان رجلا قطع دينارا صحيحا وانفقه كان عند الفقهاء مفرطا فكيف بهذا التبذير المحرم ونظير هذا تمزيقهم الثياب المطروحة عند الوجد على ما سيأتي ذكره ان شاء الله ثم يدعون ان هذه حالة ولا خير في حالة تنافي الشرع افترهم عبيد نفوسهم ام امروا ان يعملوا بارائهم فان كانوا عرفوا انهم يخالفون الشرع بفعلهم هذا ثم فعلوه انه لا عناد وان كانوا لا يعرفون فلا عمري انه لجهل شديد عن عبد الله الرازي قال لما تغيرت الحال على ابي عثمان وقت وفاته مزق ابنه ابو بكر قميصا كان عليه ففتح ابو عثمان عينه وقال يا ابني خلاف السنة في الظاهر ورياء باطن في القلب حاشية حلية الاولياء الجزء العاشر الصفحة الخامسة والاربعون بعد المائتين انتهت فصل قال المصنف وفي الصوفية من يبالغ في تقصير ثوبه وذلك شهرة ايضا حاشية من سنن الاسلام تقصير الثوب وتطهيره وهو يدعو الى طهارة القلب وتنقيته من المعاصي والاثام قال تعالى وثيابك فطهر المدثر الرابعة قال ابن عباس لا تلبثها على معصيه ولا على غدرة وقال ايضا من الاثم وقال مجاهب طهر نفسك وفي رواية عنه طهر عملك وقال قتاده طهرها من المعاصي وقال ايكرمة والضحاك لا تلبسها على معصيه اوالي قراءة الهامش وقال محمد بن سيرين اغسلها بالماء وقال سعيد بن جبير قلبك ونيتك فطهر وقال الحسن البصري واخلقك فحسن فالآية شملت طهارة القلب والثياب وتهارت القلب تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة الرابعة والاربعون بتصرف وانتهت الحاشية فصل قال المصنف وفي الصوفية من يبالغ في تقصير ثوبه وذلك شهرة ايضا عن ابيه انه سمع ابا سعيد سئل عن الازار فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ازار المسلم الى انصاف الساقين لا جناح ولا حرج عليه ما بينه وبين الكعبين ما كان اسفل من ذلك فهو في النار حاشية حديث صحيح رواه مالك في الموطأ في اللباس باب ما جاء في اسبال الرجل ثوبه برقم 12 وابو داود في اللباس باب في قدر موضع الازار برقم 93 واربعة الاف وابن ماجة في اللباس باب موضع الازار اينه برقم 73 وخمسمائة بعد ثلاثة الالاف واحمد في المسند الجزء الثاني الصفحات الخامسة السابسة الثلاثون الرابعة والاربعون الثانية والخمسون والسابعة والتسعون وصحيح الجامع برقم 21 وتسعمائة وانتهت الحاشية وعن ابراهيم بن سعيد الجوهري قال كتب الي عبد الرزاق عن معمر قال كان في قميص ايوبا بعض التذيل فقيل له فقال الشهرة اليوم في التشمير حاشية انظر حلية الاولياء لابي نعيم في الجزء الثالث الصفحة السابعة انتهت الحاشية وقد روى اسحاق بن ابراهيم بن هانئ قال دخلت يوما على ابي عبد الله احمد بن حنبل وعلي قميص اسفل من الركبة وفوق الساق فقال اي شيء هذا وانكره وقال هذا بالمرة لا ينبغي فصل قال المصنف وقد كان في الصوفية من يجعل على رأسه خرق مكان العمامة وهذا ايضا شهرة لانه على خلاف لباث اهل البلد وكل ما فيه شهرة فهو مكروه قال بشر بن الحارث ان ابن المبارك دخل المسجد يوم جمعة وعليه قلنسوة فنظر الناس ليس عليهم قلانس فاخذها فوضعها في كمنه فصل قال المصنف وقد كان في الصوفية من استكثر من الثياب وسوسة فيجعل للخلاء ثوبا وللصلاة ثوبا وقد رؤي هذا عن جماعة منهم ابو يزيد وهذا لا بأس به إلا أنه ينبغي خشية أن يتخذ سنة وعن علي بن الحسين قال يا ابني لو اتخذت ثوبا للغائط رأيت الذباب يقع على الشيء ثم يقع على الثوب ثم انتبه فقال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه إلا ثوب فرفضه حاشية أبو نعيم في الحلية اللزء الثالث صفحة الثالثة والثلاثون والمئة انتهى فصل قال المصنف وقد كان فيهم من لا يكون له سوى ثوب واحد زهدا في الدنيا وهذا أحسن إلا أنه إذا أمكن اتخاذ ثوب للجمعة والأيد كان أصلحا أحسن عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوب مهنته حاشية صحيح أبو داود في الصلاة باب اللبس للجمعة برقم 78 بعد الألف وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في زينة يوم الجمعة برقم 95 وألف وستة وتسعين وألف صحيح الجامعة للألباني برقم خمسة وثلاثين وستمائة بعد خمسة الآلاف وانتهت الحاشية وعن أبي هريرة قال قال محمد بن عمر حدثني غير محمد ابن عبد الرحمن أيضا ببعض ذلك قالوا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم برد يمانية وإزار من نسج عمان فكان يلبسهما في يوم الجمعة ويوم العيد ثم يطويان حاشية ضعيف بلفظ كان لرسول الله ثوبان يلبسهما في جمعته فإذا انصرف طويناهما إلى مثلها الطبراني في المعدم الصغير عن عائشة برقم 16 واربعمائة ولفظ كان له برد يلبسه في العيدين والجمعة ولفظ كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة السيطي في الجامع الصغير وعزاهما للبيهقي في السنم عن جابر في الجزء الثاني صفحة السابعة عشر بعد المئة والخامسة والعشرين بعد المئة ضعيف الجامع برقم 85 واربعمائة بعد أربعة الآلاف وبرقم 23 وستمائة بعد أربعة الآلاف وانتهت الحاشية ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم قال المصنف رحمه الله قد بلغ إبليس في تلبيسه على قدماء الصوفية فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته ومنعهم شرب الماء البارد فلما بلغ إلى المتأخرين استراح من التعب واشتغل بالتعجب من كثرة أكلهم ورفاهية عيشهم ذكر طرف مما فعله قدماؤهم قال المصنف رحمه الله كان في القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف قوته وفيهم من يتناول كل يوم الشيء اليسير الذي لا يقيم البدن فروي لنا عن سهر بن عبد الله أنه كان في بدايته يشتري بدرهم دبس وبدرهمين سمن وبدرهم دقيق الأرز فأخلطه ويجعله ثلاثمائة وستين كرة فيفطر كل ليلة على واحدة حشية الدبس عسل التمر وما يسيل من الرطب والأسود من كل شيء انتهى وحكي عن أبي حامد التوصي قال أن سهل بن عبد الله كان يقتات ورق النبق مدة وأكل دقاق التبني مدة ثلاث سنين واقتات بثلاث دراهم في ثلاث سنين عن أبي جعفر الحداد قال أشرف علي أبو تراب يوما وأنا على بركة ماء ولي ستة عشر يوما لم أكل شيئا ولم أشرب فيها ماء فقال ما جلوسك ها هنا فقلت أنا بين العلم واليقين وأنا أنظر من يغلب فأكون معه فقال سيكون لك شأن وعن إبراهيم بن البن البغدادي قال صحبت ذنون من إخميم إلى الإسكندرية فلما كان وقت إفطاره أخرجت قرصا وملحا كان معي وقلت هلما فقال لي ملحك مدقوق قلت نعم قال لست تفلح فنظرت إلى مزوده فإذا فيه قليل ثويق شعير يستف منه حاشية السويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير انتهت وعن ابن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان قال الزبد بالعسل إثراف قال ابن جهضم وحدثنا محمد بن يوسف البصري قال سمعت أبا سعيد صاحب سهل يقول بلغ أبا عبد الله زبد الله وزكريا الثاجي وابن أبي أوفا أن سهل ابن عبد الله يقول أنا حجة الله على الخلق فاجتمعوا عنده فأقبل عليه زبيري فقال له بلغنا أنك قلت أنا حجة الله على الخلق فبماذا أنبي أنت أصديق أنت قال سهل لم أذهب حيث تظن ولكن إنما قلت هذا لأخذ الحلال فتعالوا كلكم حتى نصحح الحال قالوا فأنت قد صححت قال نعم قال وكيف قال سهل قسمت عقلي ومعرفتي وقوتي على سبعة أجزاء فأتركه حتى يذهب منها ستة أجزاء ويبقى جزء واحد فإذا خفت أن يذهب ذلك الجزء وتتلف معه نفسي خفت أن أكون قد أعنت عليها وقتلتها دفعت إليها من البلغة ما يرد الستة الأجزاء وعن أبي عبد الله بن زيد قال منذ أربعين سنة ما أطعمت نفسي طعاما إلا في وقت ما أحل الله لها الميتة حاشية تحل الميتة عندما يشرف الإنسان على الهلك ولا يجد غيرها قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الأنعام التاسعة عشرة بعد المئة وكيف يصل الإنسان بنفسه إلى هذه الدرجة التي لا يرضاها الله ولا يرضى عنها الدين فالله غني عن تعذيب الإنسان لنفسه ويكفي أن تعصت في حياتنا فلا إصراف ولا تقتير انتهت الحاشية حدثنا عيسى بن آدم ابن أخي أبي يزيد قال جاء رجل إلى أبي يزيد قال أريد أن أجلس في مسجدك الذي أنت فيه قال لا تطيق ذلك فقال إن رأيت أن توسع لي في ذلك فآذن له فجلس يوما لا يطعم فصبر فلما كان في اليوم الثاني قال له يا أستاذ لابد مما لابد منه فقال يا غلام لابد من الله قال يا أستاذ نريد القوت قال يا غلام القوت عندنا إطاعة الله فقال يا أستاذ أريد شيئا يقيم جسبي في طاعته عز وجل فقال يا غلام إن الأجسام لا تقوم إلا بالله عز وجل قال إبراهيم الخواص حدثني أخ لي كان يصحب أبا تراب نظر إلى صوفي مد يده إلى قشر البطيخ وكان قد طوى ثلاثة أيام فقال له تمد يدك إلى قشر البطيخ أنت لا يصلح لك التصوف إلزم السوق حاشية أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص صوفي فاضل له في التوكل الحال المشهور والذكر المنثور حلية الأولياء الجزء العاشر الصفحة الخامسة والعشرون والثلاثمائة وانظر في ذلك كذلك حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة التاسعة والاربعين انتهت الحاشية وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا القاسم القيروانية يقول سمعت بعض أصحابنا يقول أقام الحسن النصيبي بالحرم أياما مع أصحاب لهم سبعة لم يأكلوا فخارج بعض أصحابه ليتطهر فرأى قشر بطيخ فأخذه فأكله فرأاه إنسان فأتبعه بشيء وجاء برفق فوضعه بين يدي القوم فقال الشيخ من جنى منكم هذه الجناية فقال الرجل أنا أجدت قشر بطيخ فأكلته فقال كن مع جنايتك ومع هذا الرفق وخرج من الحرم ومعه أصحابه وتبعه الرجل فقال ألم أقل لك كن مع جنايتك فقال الرجل أنا تائب إلى الله تعالى مما جرى مني فقال الشيخ لا كلام بعد التوبة انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نوصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم وعن بنان ابن محمد قال كنت بمكة مجاورة فرأيت بها إبراهيم الخواص وأتى علي أيام لم يفتح علي بشيء وكان بمكة مزين يحب الفقراء وكان من أخلاقه إذا جاءه الفقير يحتجم اشترى له لحمة فطبخه فأطعمه حاشية الحجامة امتصاص الدم بالمحجم وهي القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة من الرأس انتهت اشترى له لحما فطبخه فأطعمه فقصدته وقلت أريد أن أحتجم فأرسل يشتري لحمة وأمر بإصلاحه وجلست بين يديه فجعلت نفسي تقول ترى يكون فراغ القدر مع فراغ الحجامة ثم استيقظت وقلت يا نفس إنما جئت تحتجمين لا لتطعمي عهدت الله تعالى ألا ذقت من طعامه شيئا فلما فرغ انصرفت فقال سبحان الله أنت تعرف الشرط فقلت ثم عقد فسكت وجئت إلى المسجد الحرام ولم يقدر لي شيء آكله فلما كان من الغد بقيت إلى آخر النهار ولم يتفق أيضا فلما قمت لصلاة العصر سقطت وغشي علي واجتمع حولي ناس وحسب أني مجنون فقام إبراهيم وفرق الناس وجلس عندي وحدثني ثم قال تأكل شيئا قلت قرب الليل فقال أحسنتم أحسنتم يا مبتدئون ثبتوا على هذا تفلحه ثم قام فلما صلينا العشاء الآخرة إذا هو قد جاء ومعه قصعة فيها عدس ورغيفان ودور قم فوضعه بين أدي وقال كل ذلك فأكلت الرغيفين والعدس فقال فيك فضل تأكل شيئا آخر قلت نعم فمضى وجاء بقصعة عدس ورغيفين فأكلتهما وقلت قد اكتفيت فاتجعت فما قمت ليلتي ونمت إلى الصباح ما صليت ولا طفت وعن أبي علي الرذباري قال إذا قال الصوفي بعد خمسة أيام أنا جائع فألزموه السوق وأمروه بالكسب وعن أبي أحمد الصغير قال أمرني أبو عبد الله ابن خفيف أن أقدم إليه كل ليلة عشر حبات زبيب لإفطاره فأشفقت عليه ليلة فحملت إليه خمسة عشر حبة فنظر إلي وقال من أمرك بهذا وأكل عشر حبات وترك الباقي وعن عبد الله ابن خفيف قال كنت في ابتداء بقيت أربعين شهرا أفطر كل ليلة بكث باقي اللاء فمضيت يوما فاقتصدت فخرج من عرقي شبه ماء اللحم وغشي علي فتحير الفصاد وقال ما رأيت جسدا لا دم فيه إلا هذا حشية الباقي اللاء نبات تأكل تأكل قرونه مطبوخة وكذلك بذوره الفصاد من يخرج مقدارا من دم الوريد بقصد العلاج انتهت فصل قال المصنف وقد كان فيهم قوم لا يأكلون اللحم حتى قال بعضهم أكل درهم من اللحم يقسي القلب أربعين صباحا وكان فيهم من يمتنع من الطيبات كلها ويحتج بما روته عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم أنفسكم طيب الطعام فإنما قوي الشيطان أن يجري في العروق بها حشية موضوع الديلمي في مسند الفردوس برقم 21 بعد 300 وابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة وقال ابن الجوزي من حديث عائشة وفيه بزيع أبو الخليل البصري وهو المتهم به الجزء الثاني الصفحة الأربعون بعد المئتين وبزيع هذا قال فيه الدار قطني متروك كوفي عن الأعمش وهشام ابن عروة بواطيل الضعفاء المتركون برقم 32 ومئة الضعفاء الكبير برقم 98 ومئة انتهت وفيهم من كان يمتنع من شرب الماء الصافي وفيهم من يمتنع من شرب الماء البارد فيشرب الحار ومنهم من كان يجعل ماءه في دن مدفون في الأرض حاشية الدن وعاء ضخم للخمر وغيرها وانتهت الحاشية فيصير حار ومنهم يعاقب نفسه بترك الماء مدة وعن عيسى بن موسى البصطامي قال سمعت أبي يقول سمعت عني خادم أبي يزيد يقول ما أكلت شيئا مما يأكله بن آدم أربعين سنة وأسهل ما لاقت نفسي مني أن سألتها أمرا من الأمور فأبت فعزمت ألا أشرب الماء سنة فما شربت الماء سنة وحكى أبو حامد الغزالي عن أبي يزيد أنه قال دعوت نفسي إلى الله عز وجل فجمحت فعزمت عليها ألا أشرب الماء سنة ولا أذوق النوم سنة فوفت لي بذلك فصل قال المصنف وقد رتب أبو طالب المكي للقوم ترتيبات في المطاعم فقال أستحب للمريد ألا يزيد على رغيفين في يوم وليلة قال ومن الناس من كان يعمل في الأقوات فيقلها وكان بعضهم يزن قوته بالكربة من كرب النخل حاشية الكرب الأصل العريض للسعف إذا يبس والكربة والكرابة ما يلتقط من التمر في أصول السعف بعدما تصرم انتهت الحاشية وهي تجف كل يوم قليل فينقص من قوته بمقدار ذلك قال ومن من كان يعمل في الأوقات فيأكل كل يوم ثم يتدرج إلى يومين وثلاثة قال والجوع ينقص دم الفؤاد فيبيضه وفي بياضه نوره ويذيب شحن الفؤاد وفي ذوبانه رقته وفي رقته مفتاح المكاشفة قال المصنف رحمه الله تعالى وقد صنف لهم أبو عبد الله محمد بن علي التلمذي كتابا سماه رياضة النفوس قال فيه فينبغي للمبتدي في هذا الأمر أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله ثم يفطر فيطعم اليسير ويأكل كسرة كسرة ويقطع الإدام والفواكه واللذة ومجالسة الإخوان والنظر في الكتب وهذه كلها أفراح للنفس فيمنع النفس لذتها حتى تملأ غم قال المصنف وقد أخرج لهم بعض المتأخرين الأربعينية يبقى أحدهم أربعين يوما لا يأكل الخبز ولكنه يشرب الزيوتات ويأكل الفواكه الكثيرة اللذيذة فهذه نبذة من ذكر أفعالهم في مطاعمهم يدل مذكورها على مغفلها فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وإضاح الخطأ فيها حاشية جاء هنا ذكر محمد ابن علي ابن حسين ابن بشر أبو عبد الله وهو باحث صوفي وهو الترمذي من أهل ترمذ نفي منها بسبب تصنيفه كتابا خالف فيه ما عليه أهلها فشهدوا عليه بالكفر وبعد خروجه منها جاء إلى بلخ فقبلوه لموافقته إياهم على المذهب من كتبه نوادر الأصول في أحاديث الرسول والفروق وغرس الموحدين الرياضة وأدب النفس المناهي العلل إلى آخره توفي على الأرجح سنة عشرين وثلاثمائة الأعلام للزركل في الجزء السادس الصفحة الثانية والسبعين بعد المائتين امتهت الحاشية فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وإضاح الخطأ فيها قال المصنف رحمه الله أما ما نقل عن سهل ففعل لا يجوز لأنه حمل على النفس ما لا تطيق ثم إن الله عز وجل أكرم الآدميين بالحمطة وجعل قشورها لبهائمهم فلا تصلح مزاحمة البهائم في أكل التبن وأي غذاء في التبن ومثل هذه الأشياء أشهر من أن تحتاج إلى رد وقد حكى أبو حامد عن سهل أنه كان يرى أن صلاة الجائع الذي قد أضعفه الجوع قائدا أفضل من صلاته قائما إذا قوه الأكل قال المصنف رحمه الله وهذا خطأ بل إذا تقوى على القيام كان أكله عبادة لأنه يعين على العبادة وإذا تجوع إلى أن يصلي قائدة فقد تسبب إلى ترك الفرائد فلم يجز له ولو كانت تناول ميتة ما جاز هذا فكيف وهو حلال ثم أن يقرب في هذا الجوع المعط لأدوات العبادة وأما قول الحداد وأنا أنظر أن يغلب العلم أم اليقين فإنه جهل محط لأنه ليس بين العلم واليقين تضاد إنما اليقين أعلى مراتب العلم وأين من العلم واليقين ترك ما تحتاج إليه النفس من المطعم والمشرب وإنما أشار بالعلم إلى ما أمره الشرع وأشار باليقين إلى قوة الصبر وهذا تخليط قبيح وهؤلاء قوم شددوا فيما ابتدعوا وكانوا كقريش في تشددهم حتى سموا بالحمس فجحدوا الأصل وشددوا في الفر حاشية غمرت قريشا روحانية فابتدعت رأي الحمس وهو التحمس للدين بقوة معاطفة فقالوا نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وساكنوها فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا وقالوا نحن الحمس والحمس أهل الحرم وبذلك حرموا على أنفسهم أشياء وفرضوا أخرى وكذلك كانوا يفعلون بالنسبة للحاج والمعتمر فعليه أن يطوف في ثياب الحمس فإن لم يجد طاف عريانا وطرح الثياب التي اقترف فيها الذنوب فقد تدنست بما أتوا من معصيه وقد جاء الإسلام فقضى على تلك الأوهان بما أنزل في القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهت الحاشية وقول الآخر ملحك مدقوق لست تفلح من أقرح الأشياء وكيف يقال عن من استعمل ما أبيح له لست تفلح وأما سويق الشعير فإنه يورث القولانينج وقول الآخر الزبد بالعسل إسراف قول مرذول لأن الإسراف ممنوع منه شرع وهذا مأذون فيه وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل القثاء بالرطب حاشية صحيح البخاري في الأطعمة باب القثاء بالرطب وباب القثاء وباب جمع اللونين الجزء التاسع الصفحة الخامسة والسبعون والاربعمائة والخامسة والثمانون والاربعمائة ومسلم في الأشربة باب أكل القثاء بالرطب في الصفحة السابعة والاربعمائة والقثاء قال الفيومي فعال وكسر القاف أكثر من ضمها قثاء وقثاء وهو اسم لما يسميه الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاء انتهت الحاشية وكان يحب الحلوى والعسل حاشية سبق تخريجه انتهت وعن سهل أنه قال قسمت قوتي وعقلي سبعة أجزاء ففعل يذم به ولا يمدح عليه إذ لم يأمر الشرع بمثله وهو إلى التحرين أقرب لأنه ظلم للنفس وترك لحقها وكذلك قول الذي قال ما أكلت إلى وقت أن يباح لي أكل الميتة فإنه فعل برأيه المرذول وحمل على النفس مع وجود الحلال وقول أبي يزيد ألقوت عندنا لله كلام ركيك فإن البدن قد بني على الحاجة إلى الطعام حتى إن أهل النار في النار يحتاجون إلى الطعام وأما التقبيح على من أخذ قشر البطيخ بعد الجوع الطويل فلا وجه له والذي طوى ثلاثا لم يسلم من لوم الشرع وكذلك الذي عاهد أن لا يأكل حين احتجم حتى وقع في الضعف فإنه فعل ما لا يحل له وقول إبراهيم له أحسنتم يا مبتدئون خطأ أيضا لأنه كان ينبغي أن يلزمه بالفطر ولو كان في رمضان إذ من له أيام لم يأكل وقد احتجم وغشي عليه لا يجوز له أن يصوم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه جهد في رمضان فلم يفطر فمات دخل النار حاشية في إسناده بقية بن الوليد صدوق لكنه كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة لكنه كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة التقريب الجزء الأول الصفحة الخامسة بعد المئة وقد عن عن الحديث ولم يصرح بالسماء وخلاصة القول فيه كما قال ابن عساكر إذا روى عن الشاميين فهو ثبت وإذا روى عن أهل الأراق والحجاز خالف الثقات في روايته عنهم الجزء الثالث الصفحة التاسعة والسبعون بعد المئتين انتهت قال المصنف رحمه الله قلت كل رجاله فقات وقد أخبرنا به عاليا من أصابه جهد في رمضان فلم يفطر دخل النار قال المصنف رحمه الله وأما تقليل ابن خفيف ففعل قبيح لا يستحسن وما يورد هذا الإخبار عنهم إرادا مستحسنا لها إلا جاهل بأصول الشرع فأما العالم المتمكن فإنه لا يهوله قول معظم فكيف بفعل جاهل مبرسم حاشية المبرسم المصاب بمرض البرسان وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة انتهت الحاشية وأما كونهم لا يأكلون اللحم فهذا مذهب البراهمة الذين لا يرون ذبح الحيوان والله عز وجل أعلم بمصالح الأبدان فأباح اللحم لتقويتها فأكل اللحم يقوي القوة وتركه يضعفها ويسيء الخلق وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ويحب الذراع من الشاه حاشية سبق تخديجه انتهت ودخل يوما فقدم إليه طعام من طعام البيت فقال لم أر لكم برمة تفور حاشية صحيح مالك في الموطأ في الطلاق باب ما جاء في الخيار برقم خمسة وعشرين والبخاري في الطلاق باب لا يكون بيع الأمة طلاقا ومسلم في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق برقم أربعة عشرة والبرمة قال ابن الأثير هي القدر مطلقة وجمعها برم انتهت الحاشية وكان الحسن البصري يشتري كل يوم اللحمة وعلى هذا كان السلف إلا أن يكون فيهم فقير فيبعد عهده باللحم لأجل الفقر وأما من منع نفسه الشهوات فإن هذا على الإطلاق لا يصلح لأن الله عز وجل لما خلق بني آدم على الحرارة والبرودة واليبوثة والرطوبة وجعل صحته موقوفة على تعادل الأخلاط الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداء فتارة يزيد بعض الأخلاط فتميل الطبيعة إلى ما ينقصه مثل أن تزيد الصفراء فيميل الطبع إلى الحموضة أو ينقص البلغم فتميل النفس إلى المرطبات فقد ركب في الطبع الميل إلى ما تميل إليه النفس وتوافقه فإذا مالت النفس إلى ما يصلحها فمنعت فقد قوبلت حكمة الباري سبحانه وتعالى بردها ثم يؤثر ذلك في البدن فكان هذا الفعل مخالفا للشرع والعقل ومعلوم أن البدن ماطية الآدمي ومتى لم يرفق بالماطية لم تبلغ وإنما قلت علوم هؤلاء فتكلموا بآرائهم الفاسدة فإن أسندوا فإلى حديث ضعيف أو موضوع أو يكون فهمهم منه رديئا ولقد عجبت لأبي حامد الغزالي الفقيه كيف نزل مع القوم من رتبة الفقه إلى مذاهبهم حتى إنه قال لا ينبغي للمريد إذا تاقت نفسه إلى الجماع أن يأكل ويجامع فيعطي نفسه شهوتين فتقوى عليه قال المصنف رحمه الله وهذا قبيح في الغاية فإن الإدام شهوة فوق الطعام فينبغي أن لا يأكل إدام والماء شهوة أخرى أوليس في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد فهل اقتصر على شهوة واحدة حاشية صحيح البخاري في النكاح باب من طاف على نسائه في غسل واحد في الجزء التاسع الصفحة السابعة والعشرين بعد المائتين ومسلم في الحيض باب جواز نوم الجنب برقم ثمانية وعشرين وانتهت الحاشية أوليس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل القفثاء بالرطب وهتان شهوتان أوما أوكل عند أبي الهيثم ابن التيهان خبز وشواء وبسر وشرب ماء بارد حاشية صحيح مسلم في الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برقم أربعين ومئة انتهت الحاشية أوما كان الثوري يأكل اللحم والعنب والفالولج ثم يقوم فيصلي أوما تعرف الفرس الشعير والتبن والقت حاشية القت جنس نباتات عشبية فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت برية في الحقول انتهت الحاشية وتطعام الناقة الخبط والحمض حاشية الخبط ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض انتهت وهل البدن إلا ناقة وإنما نهى بعض القدماء عن الجمع بين إدامين على الدوام لألا يتخذ ذلك عادة فيحوج إلى كلفة وإنما تجتنب فضول الشهوات لألا يكون سببا لكثرة الأكل وجلب النوم ولألا تتعود فيقل الصبر عنها فيحتاج الإنسان إلى تضيع العمر في كسبها وربما تناولها من غير وجهها وهذا طريق السلف في ترك فضول الشهوات والحديث الذي احتجوا به أحرموا أنفسكم من طيب الطعام حديث الموضوع عملته يد بزيعين الراوي وأما إذا اقتصر الإنسان على خبز الشعير والملح الجريش فإنه ينحرف مزاده لأن خبز الشعير يابس مجفف والملح يابس قابض يضر الدماغ والبصر وتقليل المطعم يجب تنشيف المعدة وضيقها وقد حكى يوسف الهمداني عن شيخه عبد الله الحوفي أنه كان يأكل خبز البلوط بغير إدام حاشية البلوط من أهم شجر الأحراج غليظ الساق كثير الخشب انتهت الحاشية وكان أصحابه يسألونه أن يأكل شيئا من الدهن والدسومات فلا يفعل قال المصنف رحمه الله وهذا يورث القولانج الشديد وأعلم أن المذبوم من الأكل إنما هو فرط الشبع وأحسن الآداب في المطعم أدب الشارع صلى الله عليه وسلم عن المقدام ابن معذي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقن صلبة فإن كان لابد فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه حاشية صحيح الترمذي في الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل برقم ثمانين وثلاثمائة بعد الألفين أحمد في المسند في الجزء الرابع في صفحة الثانية والثلاثين والمئة الحاكم في المستدرك الجزء الرابع صفحة الحادية والثلاثون والثلاثمائة والثانية والثلاثون والثلاثمائة صحيح الجامع برقم أربعة وسبعين وستمائة بعد خمسة الآلاف وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قلت فقد أمر الشرع بما يقيم النفس حفظا لها وسعيا في مصلحتها ولو سمع أبو قرات هذه القسمة في قوله ثلث وثلث وثلث لا دهشاء من هذه الحكمة لأن الطعام والشراب يربوان في المعدة فيتقارب ملأها فيبقى للنفس من الثلث قريب فهذا أعدل الأمور فإن نقص منه قليلا لم يضر وإن زاد النقصان أضعف القوة وضيق المجاري على الطعام فصل قال المصنف رحمه الله واعلم أن الصوفية إنما يأمرون بالتقلل شبانهم ومبتدئيهم ومن أضر الأشياء على الشاب الجوع فإن المشايخ يصبرون عليه والكهول أيضا فأما الشبان فلا صبر لهم على الجوع وسبب ذلك أن حرارة الشاب شديدة فلذلك يجود هضمه ويكثر تحلل بدنه فيحتاج إلى كثرة الطعام كما يحتاج السراج الجديد إلى كثرة الزيت فإذا صابر الشاب الجوع وتثبته في أول النشوء قامع نشوء نفسه فكان كمن يعرقب أصول الحيطان ثم تمتد يد المعدة لعدم الغذاء إلى أخذ الفضول المجتمعة في البدن فتغذيه بالأخلاط فيفسد الدهن والجسم وهذا أصل عظيم يحتاج إلى تأمل حاشية حاشية عرقب الداب قطع عرقوبها انتهت الحاشية فصل قال المصنف رحمه الله وذكر العلماء التقلل الذي يضعف البدن عن أبي عبد الله أحمد بن حمل قال له عقبة بن مكرم هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون من مطعمهن فقال ما يعجبني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول فعل قوم هذا فقطعهم عن الفرض وحدثنا إسحاق بن داود ابن صبيح قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي يا أبا سعيد إن ببلدنا قوما من هؤلاء الصوفية فقال لا تقرب هؤلاء فإنا قد رأينا من هؤلاء قوما أخرجهم الأمر إلى الجنون وبعضهم أخرجهم إلى الزندقة ثم قال خرج سفيان الثوري في سفن فشيعته وكان معه سفرة فيها فالوذج وكان فيها حمل وأخبرني المروزي قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وقال له رجل إني منذ خمس عشرة سنة قد والعبي إبليس وربما وجدت مسوسوسة أتفكر في الله عز وجل فقال لعلك كنت تدمن الصوم أفطر وكل دسم وجالس القصاص قال المصنف رحمه الله وفي هؤلاء القوم من يتناول المطاعم الرديئة ويهجر الدسم فيجتمع في معدته أخلاط فجة فتتغذى المعدة منها مدة لأن المعدة لا بد لها من شيء تخضمه فإذا هضمت ما عندها من الطعام ولم تجد شيئا تناولت الأخلاط فهضمتها وجعلتها غذاء وذلك الغذاء الرديء إلى الوساوس والجنون وسوء الأخلاق وهؤلاء المتقللون يتناولون مع التقلل أردأ المأكولات فتكثر أخلاطهم فتشتغل المعدة بهضم الأخلاط واتفق لهم تعود التقلل بالتبريج فتضيق المعدة فيمكنهم الصبر عن الطعام أياما ويعينهم على هذا قوة الشباب فأعتقدون الصبر عن الطعام كرامة وإنما السبب ما عرفتك وقد أخبرنا عبد المنعم ابن عبد الكريم قال حدثني أبي قال كانت امرأة قد طعنت في السن فسئلت عن حالها فقالت كنت في حال الشباب أجد من نفسي أحوالا أظنها قوة الحال فلما كبرت زالت عني فعلمت أن ذلك كان قوة الشباب فتوهمتها أحوالا قال سمعت أبا علي من الدقاق يقول حاشية الحسن بن علي الدقاق النيسابوري كان يعظ الناس ويتكلم على الأحوال والمعرفة من أقواله البلاء الأكبر أن تريد ولا تراد وتدن فترد إلى الطرد والإبعاد توفي سنة 12 و400 البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة الثالثة عشرة انتهت قال سمعت أبا علي الدقاق يقول ما سمع أحد هذه الحكاية من الشيوخ إلا رق لهذه العجوز وقال إنها كانت منصفة قال المصنف فإن قيل كيف تمنعون من التقلل وقد رويتم أن عمر رضي الله عنه كان يأكل كل يوم إحدى عشرة لقمة وأن ابن الزبير كان يبقى أسبوعا لا يأكل وأن إبراهيم التميمي باقي شهرين قلنا قد يجري للإنسان من هذا الفن في بعض الأوقات غير أنه لا يدوم عليه ولا يقصد الترقية إليه وقد كان في السلف من يجوع عوزا وفيه من كان الصبر له عادة لا يضر بدنه وفي العرب من يبقى أياما لا يزيد على شرب اللمن ونحن لا نأمر بالشبع إنما ننهى عن جوع يضعف القوة ويؤذي البدن وإذا ضعف البدن قلت العبادة فإن حملت قوة الشباب جاء الشيبه فأقذع بالراكب حاشية أقذع أي شتمه بالكلام السيء والمقصود أن الشيبه يأتي للإنسان فيضعفه وتسوء حاله انتهت الحاشية انتهى الشريط السادس عشر من كتاب تلبيس إبليس وله بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع عشر من كتاب تلبيس إبليس نوصل القراءة في إضاحي خطأ الصوفية وأوهامهم في المطعم والمشرب وعن أنس رضي الله عنه قال كان يطرح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الصاع من التمر فيأكله حتى حشفه وقد روينا عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبدا وعسل وخبزا حواري فقيل له هذا كله تأكله فقال إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال فصل قال المصنف رحمه الله وأما الشرب من الماء الصافي فقد تخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قوما من الأنصار يعود مريضا فاستسقى وجدول قريب منه فقال إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعن أخرجه البخاري حاشية سبق تخريجه وكرعن أي تناولناه من موضعه بالفم من غير إناء ولا يده والشن القرب انتهت الحاشية وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقى له الماء العذب من بئر السقية حاشية صحيح أبو داود في الأشربة باب في إيكاء الآنية برقم خمسة وثلاثين وسبعمائة بعد ثلاثة الآلاف أحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة المائة والثامنة بعد المائة صحيح الجامع برقم واحد وخمسين وتسعمائة بعد أربعة الآلاف وانتهت قال المصنف وينبغي أن يعلم أن الماء الكدر يولد الحصى في الكلة والسجد في الكبد وأما الماء البارد فإنه إذا كانت برودته معتدلة فإنه يشد المعدة ويقوي الشهوة ويحسن اللون ويمنع عفن الدم وصعود البخارات إلى الدماغ ويحفظ الصحة وإذا كان الماء حارا أفسد الهضم وأحدث الترهل وأذبل البدن حاشية أرهل لحمه أي اضطرب واسترخى وانتفخ وورم من غير داء انتهى وأدى إلى الاستثقاء والدق حاشية فإن سخن بالشمس خيف منه البرص حاشية يشير المؤلف إلى الحديث الموضوع الذي روته عائشة حين سخنت ناء في الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص انتهت الحاشية وقد كان بعض الزهاد يقول إذا أكلت الطيبة وشربت الماء البارد إذا أكلت الطيبة وشربت الماء البارد متى تحب الموت وكذلك قال أبو حامد الغزالي إذا أكل الإنسان ما يستلزه قسى قلبه وكره الموت وإذا منع نفسه شهواتها وحرمها لذاتها اشتهت نفسه الإفلات من الدنيا بالموت قال المصنف رحمه الله وعجبا كيف يصدر هذا الكلام من فقيه أترى لو تقلبت النفس في أي فن كان من التعذيب ما أحبت الموت ثم كيف يجوز لنا تعذيبها وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم النساء التاسعة والعشرون ورضي منا بالإفطار في السفر رفقا بها وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة الخامسة والثمانون والمئة أوليست مطيتنا التي عليها وصولنا وكيف لا نأوي لها وهي التي بها قطعنا السهل والحزن حاشية الحزن المكان الغليظ الخشن انتهت وأما معاقبة أبي يزيد نفسه بترك الماء سنة فإنها حالة مذمومة لا يراها مستحسنة لا يراها مستحسنة إلا الجهال ووجه ذمها أن للنفس حقا ومنع الحق مستحقه ظلم ولا يحل للإنسان أن يؤذي نفسه ولا أن يقعد في الشمس في الصيف بقدر ما يتأذى ولا في الثلج في الشتاء والماء يحفظ الرطوبات الأصلية في البدن وينفذ الأغذية وقوام النفس بالأغذية فإذا منعها أغذية الآدميين ومنعها الماء فقد أعان عليها وهذا من أفحش الخطأ وكذلك منعه إياها النوم قال ابن عقيل وليس للناس إقامة العقوبات ولا استيفاؤها من أنفسهم يدل عليه أن إقامة الإنسان الحد على نفسه لا يجزي فإن فعله أعاده الإمام وهذه النفوس ودائع الله عز وجل حتى إن التصرف في الأموال لم يطلق لأربابها إلا على وجوه المخصوصة قال المصنف رحمه الله قلت قد روينا في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزود فعاما وشرابا وأن أبا بكر فرش له في ظل صخرة وحلب له لبنا في قدح ثم صب ماء القدح حتى برد أسفله حاشية انظر في التفاصيل الخاصة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة البداية والنهاية لبن كثير في الجزء الثالث الصفحة السابعة والسبعين والمئة إلى السابعة والتسعين والمئة انتهى وكل ذلك من الرق بالنفس وأما ما رتبه أبو طالب المكي فحمل على النفس بما يضعفها وإنما يمدح الدوع إذا كان بمقدار وذكر المكاشفة من الحديث الفارغ وأما ما صنفه الترمذي فكان ابتداء شرع برأيه الفاسد وما وجه الصيام شهرين متتابعين عند التوبة وما فائدة قطع الفواكه المباحة وإذا لم ينظر في الكتب فبأي سيرة يقتدي وأما الأربعينية فحديث فارغ رتبوه على حديث لا أصل له من أخلص لله أربعين صباحا لم يجب الإخلاص أبدا حاشية لم أجده بهذا اللفظ ضعيف بلفظ من أخلص لله تعالى أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه السيطي في الجامع الصغير في الجزء الثاني في الصفحة الثامنة والستين والمئة ضعيف الجامع برقم خمسة وسبعين وثلاثمائة بعد خمسة الآلاف والسلسلة الضعيفة برقم ثمانية وثلاثين الموضوعات لابن الجوزي في الجزء الثالث الصفحة الرابعة والأربعين والمئة والخامسة والأربعين والمئة وانتهت الحاشية فما وجه تقديره بأربعين صباحا ثم لو قدرنا ذلك فالإخلاص عمل القلب فما بال المطعم ثم ما الذي حسن منع الفاكهة ومنع الخبز وهل هذا كله إلا جهل وقد أنبان عبد المنعم ابن عبد الكريم القشيري قال حدثنا أبي قال حجج الصوفية أظهر من حجج كل أحد وقواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل مذهب لأن الناس إما أصحاب نقل وأثر وإما أرباب عقل وفكر وشيوخ هذه الطائفة ارتاقوا عن هذه الجملة والذي للناس والذي للناس أغيب فلهم ظهور فهم أهل الوصال والناس أهل الاستدلال فينبغي لمريدهم أن يقطع العلائق وأولها الخروج من المال ثم الخروج من الجاه وأن لا ينام إلا غلبه وأن يقلل غذاءه بالتدريج قال المصنف رحمه الله قلت من له أدنى فهم يعرف أن هذا الكلام تخليط فإن من خرج عن النقل والعقل فليس بمعدود في الناس وليس أحد من الخلق إلا وهو مستدل وذكر الوصال حديث فارغ فنسأل الله عز وجل العصمة من تخليط المريدين والأشياخ والله الموفق فصل في ذكر أحاديث تبين خطأهم في أفعالهم عن سعيد بن المسيب قال جاء عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله غلبني حديث النفس فلم أحب أن أحدث شيئا حتى أذكر لك ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تحدثك نفسك يا عثمان قال تحدثني نفسي بأن أختصي فقال مهلا يا عثمان فإن خصي يا أمتي الصيام قال يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن أترهب في الجبال قال مهلا يا عثمان فإن ترهب أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعض الصلاة قال يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أسيح في الأرض قال مهلا يا عثمان فإن سياحة أمة الغزو في سبيل الله والحج والعمرة قال يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أخرج من مالي كله قال مهلا يا عثمان فإن صدقتك يوما بيوم وتكف نفسك وعيالك وترحم المسكين واليتيم وتطئمه أفضل من ذلك قال يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أطلق خولة امرأتي قال مهلا يا عثمان فإن هجرة أمتي من هجر ما حرم الله عليه أو هاجر إلي في حياتي أو زار قبري بعد موتي أو مات وله امرأة أو امرأتان أو ثلاث أو أربع قال يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن لا أغشاها قال مهلا يا عثمان فإن الرجل المسلم إذا غشي أهله فإن لم يكن من وقعته تلك ولد كان له وصيف في الجنة فإن كان من وقعته تلك ولد فإن مات قبله كان له فرطا وشفيعا يوم القيامة كان له فرطا وشفيعا يوم القيامة وإن كان بعده كان له نورا يوم القيامة قال يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن لا آكل اللحم قال مهلا يا عثمان فإني أحب اللحم وآكله إذا وجدته ولو سألت ربي أن يطعمني إياه كل يوم لأطعمني قال يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن لا أمس طيبة قال مهلا يا عثمان فإن جبريل أمرني بالطيبة غبة ويوم الجمعة لا مترك له يا عثمان لا ترغب عن سنتي فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب صارفت الملائكة وجهه عن حوضي قال المصنف رحمه الله هذا حديث عمير بن مردس حاشية ضعيف جدا في إسناده ألتان الأولى القاسم بن عبد الله بن عمر العمري قال أحمد كان يكذب ويضع الحديث وقال يحيا كذاب وقال أبو حاتم وأبو زرعة متروك الحديث الضعفاء والمتركون في صفحة التسعة والثلاثين والأربعمائة تاريخ الثقات في صفحة السادسة والستين والثلاثمائة بعد الألف التقريب الجزء الثاني الصفحة الثامنة عشرة بعد الألف والثانية علي بن زيد بن جدعان ضعيف من الرابعة الضعفاء الكبير برقم واحد وثلاثين ومائتين بعد الألف تاريخ الثقات برقم ستة وثمانين ومائة بعد الألف وانتهت الحاشية وعن أبي بردة قال دخلت امرأة أثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة فقلنا لها ما لكي فما في قريش رجل أغنى من بعلكي قالت ما لنا منه شيء أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم فدخلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فلقيه فقال يا عثمان أما لك بي أسوة فقال بأبي وأمي أمت وما ذاك قال تصوم النهار وتقوم الليل فقال إني لأفعل قال لا تفعل إن لعينك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فصلي ونم وصم وأفطر حاشية مرسل إسناده صحيح المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه للطبراني عن أبي موسى برقم واحد وعشرين وأربعمائة بعد خمسة الآلاف انتهت وعن أبي قلابة أن عثمان بن مضغون اتخذ بيته فقعد يتعبد فيه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فأخذ بعضادتي الباب البيت الذي هو فيه وقال يا عثمان إن الله عز وجل لم يبعثني بالرهبانية مرتين أو ثلاثة وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة حاشية مرسل إسناده حسن ابن سعد في الطبقات الجزء الثالث الصفحة الخامسة وتسعون والثلاثمائة وعضادة الباب خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط على جانبين انتهت وعن كهمس الهلالي قال فما بلغ بك ما أرى قلت ما أفطرت بعدك نهارا ولا نمت ليلة قال ومن أمرك أن تعذب نفسك صم شهر الصبر ومن كل شهر يوم قلت زدني قال صم شهر الصبر ومن كل شهر يومين قلت زدني قال صم شهر الصبر ومن كل شهر ثلاثة أيام حاشية ضعيف من طريق أبي مجيبة الباهلي عن أبي أبو داود في الصوم باب في صوم أشهر الحرم برقم ثمانية وعشرين وأربعمائة بعد الألفين ابن ماجة في الصيام باب صيام أشهر الحرم برقم واحد وأربعين وسبعمائة بعد الألف ضعيف سنن ابن ماجة برقم تسعة وسبعين بعد الثلاثمائة انتهت الحاشية وعن أبي قلابة بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أصحابه احتموا النساء واللحم اجتمعوا فذكرنا ترك النساء واللحم فأوعد فيه وعيدا شديدا وقال لو كنت تقدمت فيه لفعلت فذكرنا ترك النساء واللحم فأوعد فيه وعيدا شديدا وقال لو كنت تقدمت فيه لفعلت ثم قال إني لم أرسل بالرهبانية إن خير الدين الحنيفية السمحة حاشية ضعيف أبو نعيم في أخبار أصبهان عن أبي هريرة في الجزء الثاني صفحة الخامسة والأربعين بعد المائتين انتهى قال المصنف رحمه الله وقد روينا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يحب أن يرى آثار نعمته على عبده في مأكله ومشربه حاشية ضعيف السيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة السادسة والسبعون ضعيف الجامع للألباني برقم خمسة عشر وسبعمائة بعد الألف انتهت وقال بكر بن عبد الله من أعطي خيرا فرؤيا عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله عز وجل ومن أعطي خيرا فلم يرى عليه سمي بغيب الله عز وجل معاديا لنعمة الله عز وجل فصل قال المصنف رحمه الله هذا الذي نهينا عنه من التقلل الزائد في الحد قد انعكس في صوفية زماننا فصارت همتهم في المأكل كما كانت همة متقدميهم في الجوع لهم الغداء والعشاء والحلوى وكل ذلك أو أكثره حاصل من أموال وسخة وقد تركوا كسب الدنيا وأعرضوا عن التعبد وافترشوا فراش البطالة فلا همة لأكثرهم إلا الأكل واللعب فإن أحسن محسن منهم قالوا طرح شكرا وإن أساء مسيء قالوا استغفر ويسمون ما يلزمه إياه واجبا وتسمية ما لم يسمه الشرع واجبا جناية عليه وعن محمد بن عبدوس السراج البغدادي قال قام أبو مرحوم حاشية عبد الرحيم بن ميمون المدني أبو مرحوم نزيل مصر صدوق زاهد من السادسة مات سنة ثلاثم واربعين ومئة وقيل اسمه يحيا التقريب الجزء الأول صفحة الخامسة بعد الخمسمائة انتهى قال قام أبو مرحوم القاضي بالبصرة يقص على الناس فأبكى فلما فرغ من قصصه قال من يطعمنا أرزة في الله فقام شاب من المجلس فقال أنا فقال اجلس يرحمك الله فقد عرفنا موضعك ثم قام الثانيه ذلك الشاب فقال اجلس فقد عرفنا موضعك فقام الثالثة فقال أبو مرحوم لأصحابه قوموا بنا إليه فقاموا معه فأتوا منزله وقال فأتينا بقدر من باقي الله فأكلنا بلا ملح ثم قال أبو مرحوم علي بخوان خماسي وخمس مكاكيك أرز وخمسة أمنان سم وعشرة أمنان سكر وخمسة أمنان صنوبر وخمسة أمنان فستق فجيء بها كلها حاشية الخوان ما يؤكل عليه والجمع أخونا واخون وأخاوين انتهت الحاشية فقال أبو مرحوم لأصحابه يا إخواني كيف أصبحت الدنيا قالوا مشرق لونها مبيضة شمسها قال أخرقوا فيها أنهارها قال فأتي بذلك السن فأجري فيها ثم أقبل أبو مرحوم على أصحابه فقال يا إخواني كيف أصبحت الدنيا قالوا مشرق لونها مبيضة شمسها مجرات فيها أنهارها فقال يا إخواني اغرسوا فيها أشجارها قال فأتي بذلك الفستق والصنوبر فألقي فيها ثم أقبل أبو مرحوم على أصحابه فقال يا إخواني كيف أصبحت الدنيا قالوا مشرق لونها مبيضة شمسها مجرا فيها أنهارها وقد غرست فيها أشجارها وقد تدلت لنا ثمارها قال يا إخواني ارموا الدنيا بحجارتها قال فأتي بذلك السكر فألقي فيها ثم أقبل أبو مرحوم على أصحابه فقال يا إخواني كيف أصبحت الدنيا قالوا مشرق لونها مبيضة شمسها وقد أجريت فيها أنهارها وقد غرست فيها أشجارها وقد تدلت لنا ثمارها فقال يا إخواني ما لنا وللدنيا اضربوا فيها براحتها قال فجعل الرجل يضرب فيها براحته ويدفعه بالخمس قال أبو الفضل أحمد بن سلمة ذكرته لأبي حاتم الرازي فقال أمله علي فأمليته عليه فقال هذا شأن الصوفية قال المصنف رحمه الله قلت وقد رأيت منهم من إذا حضر دعوة بالغ في الأكل ثم اختار من الطعام فربما ملأ كميه من غير إذن صاحب الدار وذلك حرام بالإجماع ولقد رأيت شيخا منهم قد أخذ شيئا من الطعام ليحمله معه فوسب صاحب الدار فأخذه منه ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين أحدهما أنه يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته والثاني أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ومعظمها النكاح وليس تمام لذته إلا في المتجددات ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل فلذلك يحث على الزنا فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح والزنا أكبر لذات النفس ولهذا جاء في الحديث الغناء رقية الزنا حاشية ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم العجل لي في كشف الخفاء وقال قال نوعي في شرح مسلم هو من أمثالهم المشهورة وعزاه الغزالي للفيض بن عياض برقم أربعة عشر وثمانمائة وألف والدليل على ذلك أن ابن الجوزي في موضع آخر سيعز هذا القول إلى الفضيل وكذلك في تعليقا على العنوان ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع لا نجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه سماع القرآن ولقد أورد الإمام بن القيم في كتابه إغاثة اللهثان حكم الغناء في الإسلام فذكر أربعة عشر اسما له وهي الله والزور واللغو والباطل والمكاء والتصدية ورقية الزنا ومنبت النفاق وقرآن الشيطان والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود ألا يكفي ذلك لبيان أن الغناء من مكايد الشيطان ويحرم سماعه لإثارته للغرائز ولما فيه من فتنة وضلال خصوصا في عصرنا الذي طغت عليه آلات له وشهوات الحياة نسأل الله السلام انتهت الحاشية وقد ذكر أبو جعفر الطبري أن الذي اتخذ الملاهي رجل من ولد قبيل يقال له ثوبال اتخذ في زمان مهلائيل ابن قينان آلات الله من المزامير والطبول والعيدان فانهمك ولد قبيل في الله وتناها خبرهم إلى من بالجبل من نسل شيث فنزل منهم قوم وفشت الفاحشة وشربت الخمور قال المصنف رحمه الله وهذا لأن الالتذاذ بشيء يدعو إلى الالتذاذ بغيره خصوصا ما يناسبه ولما يأس إبليس أن يسمع من المتعبدين شيئا من الأصوات المحرمة كالعود نظر إلى المغنى الحاصل بالعود فدرجه في ظن الغناء بغير العود وحسنه لهم وإنما مراده التدريج من شيء إلى شيء والفقيه من نظر في الأسباب والنتائج وتأمل المقاصد فإن النظر إلى الأمرد مباح إن أمنت ثوران الفتنة فإن لم يؤمن لم يجز وتقبيل الصبية التي لها من العمر ثلاث سنين جائز إذ لا شهوة تقع هناك في الأغلب فإن وجد شهوة حرم ذلك وكذلك الخلوة بذوات المحارم فإن خيف من ذلك حر فتأمل هذه القاعدة فصل قال المصنف رحمه الله وقد تكلم الناس في الغناء فأطالوا فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه من غير كراهة ومنهم من كرهه مع الإباحة وفصل الخطاب أن نقول ينبغي أن ينظر فيما هي في الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك والغناء اسم يطلق على أشياء منها غناء الحديد في الطرقات فإن أقواما من الأعاجم يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعار يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام وربما ضربوا مع إنشادهم بطبل فسماع تلك الأشعار مباح وليس إنشادهم إياها مما يطرب ويخرج عن الاعتدال وفي معنى هؤلاء الغزاة فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون بها على الغزو وفي معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للأشعار تفاخرا عند النزال وفي معنى هذا أشعار الحدات في طريق مكة كقول قائلهم بشرها دليلها وقالا غدا ترين الطلح والجبال حاشية الطلح شجر عظام من شجر العظاه ترعاه الإبل انتهت الحاشية وهذا يحرك الإبل والآدمي إلا أن ذلك التحريك لا يجب الطرب المخرج عن حد الاعتدال وأصل الحداء ما قاله وهب عن طلحة المكي عن بعض علمائهم حاشية يقال حدى الإبل وبها ساقها وحثها على السير بالحداء والحداء الغناء للإبل والحادي الذي يسوق الإبل بالحداء انتهت الحاشية ما قاله وهب عن طلحة المكي عن بعض علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نالا ذات ليلة بطريق مكة إلى حاد فسلم مع قوم فسلم عليهم فقال إن حادينا نام فسمعنا حاديكم فملت إليكم حاشية في نصه إن حادينا وني أي تعب وهي موافقة لرواية الحديث الأخرى انتهت فهل تدرون أن كان الحداء قالوا لا والله قال إن أباهم مضر خرج إلى بعض رعاته فوجد إيبله قد تفرقت فأخذ عصى فضرب بها كف غلامه فعد الغلام في الوادي وهو يصيح يا يداه يا يداه فسمعت الإبل ذلك فعطفت عليه فقال مضر لو اشتق مثل هذا لن تفعت به الإبل واجتمعت فاشتقت الحداء حاشية موضوع مرفوع صحيح موقوف الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار وفيه ربيعة بن صالح وهو صالح في الجزء الثامن صفحة الثانية وثلاثين والمئة السلسلة الضعيفة الألباني حيث عزاه لابن الجوزي في تلبيس إبليس ثم علق عليه قائلا فالعجب منها اي ابن الجوزي كيف اروي له اي ابو البختري المتهم بوضع الحديث في هذا الكتاب تلبيس إبليس الذي اكثر قرائه لاعيم لهم بالحديث ورجاله الصفحة الرابعة والخمسون والخمسمائة وانتهت الحاشية انتهى الوجه الاول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد قال المصنف رحمه الله وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة يحدو فتعنق الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير حاشية صحيح البخاري في الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء الجزء العاشر الصفحة الرابعة والخمسون والخمسمائة وفي مواضع أخرى ومسلم في الفضائل باب رحمة النبي للنساء من الصفحة السبعين إلى الثالثة والسبعين وتعنيق الإبل أي تسير سيرا سريعا ورويدك منصوب على الصفة لمصدر محذوف أي سوق سوقا رويدا ومعناه الأمر بالرفق بهن والقوارير قال العلماء سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراء الانكسار إليها وانتهت الحاشية وفي حديث سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنياتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الأكوع فقال يرحمه الله حاشية صحيح البخاري في المغازي باب غزوة خيبر في الجزء السابع صفحة الثلاثين بعد الخمسمائة وفي الأدب باب ما يجوز من الشعر الجزء العاشر صفحة الثالثة والخمسون والخمسمائة والهنيات جمع هنيها وهي تصغير هنة وهي بمعنى الشيء وكناية عن الرحل انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وقد روينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال أما استماع الحداء ونشيد الأعراض فلا بأس به قال المصنف رحمه الله ومن إنشاد العرب قول أهل المدينة عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع حاشية ضعيف إحياء علوم الدين حيث قال الأراقي بهامشه البيهقي من دلائل النبوة من حديث عائشة معضل اللزء الثاني صفحة الخامسة والسبعون والمئتان والسلسلة الضعيفة للألباني برقم ثمانية وتسعين وخمسمائة وانتهت الحاشية ومن هذا الجنس كانوا ينشدون أشعارهم بالمدينة وربما ضربوا عليه بالدف عند إنشاده وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر اندخل عليها وعندها جاريتان في أيام منا تضربان بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجن عليه بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهن يا أبا بكر فإنها أيام عيد أخرجاه في الصحيحين حاشية صحيح البخاري في العيدين باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين الجزء الثاني صفحة الخمسون والخمسمائة ومسلم في صلاة العيدين باب الرغصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد الجزء السابع عشر انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن لأن عائشة كانت صغيرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب إليها الجوار فيلعبن معها حاشية صحيح البخاري في الأدب باب الانبساط إلى الناس الجزء العاشر الصفحة الثالسة والأربعون والخمسمائة مسلم في فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها في الصفحة الحادية والثمانين ويسرب يبعث ويرسل انتهت الحاشية قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن جوار يغنين أي شيء هذا الغناء قال غناء الركب أتيناكم أتيناكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندنا جارية يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من الأنصار فكنت في من أهداها إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الأنصار أناس فيهم غزل فما قلت قالت دعونا بالبركة قال أفلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحبة السمراء لم تسم عذاريكم حاشية حسن الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه رواد بن الجراح واثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف البزء الرابع الصفحة الثانية وتسعون والمئتان والتبريزي في مشكات المصابيح يعني ابن عباس برقم خمسة وخمسين ومئة بعد ثلاثة الآلاف وانتهت الحاشية وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أهديتم الجارية إلى بيتها قالت نعم قال فهل لا بعثتم معها من يغنيهم يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم فإن الأنصار قوم فيهم غزل حاشية ضعيف الهيثمي في المجمع الجزء الرابع الصفحة الثانية والتسعون والمئتان ابن ماجة في النكاح باب الغناء والدف برقم تسعمائة بعد الألف وضعيف سنن ابن ماجة برقم سبعة عشر بعد الأربعمائة وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله فقد بان بما ذكرنا ما كانوا يغنون به وليس مما يطرب ولا كانت دفوفهن على ما يعرف اليوم ومن ذلك أشعار ينشدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة ويسمونها الزهديات كقول بعضهم يا غاديا في غفلة ورائحة إلى متى تستحسن القبائحة وكم إلى كم لا تخاف موقفة يستنطق الله به الجوارحة يا عجبا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحة فهذا مباح أيضا وإلى مثله أشار أحمد بن حنبل في الإباحة فيما أنبأنا به أبو حامد الخلفاني قال قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها فقال مثل أي شيء قلت يقولون إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فقال أعد علي فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني ومن الأشعار أشعار تنشدها النواح يسيرون بها الأحزان والبكاء فينهى عنها لما في ضمها فأما الأشعار التي ينشدها المغنون المتهيئون للغناء ويصفون فيها المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباعة ويخرجها عن الاعتدال ويثير كاملها من حب الله وهو الغناء المعروف في هذا الزمان مثل قول الشاعر ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النار تقتدح خوفوني من فضيحته ليتهواف وافتضح وقد أخرجوا لهذه الأغاني الحانة المختلفة كلها تخرج سامعها عن حيز الاعتدال وتثير حب الهوى ولهم شيء يسمونه البسيط يزعج القلوب عن مهل ثم يأتون بالنشيد بعده فيجعجع القلوب حاشه يقال جعجع الجمل اشتد هديره وجعجع به ازعجه امتهت وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد والدف بالجلاجل والشبابة النائبة عن الزمر فهذا الغناء المعروف اليوم وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد والدف بالجلاجل والشبابة النائبة عن الزمر فهذا الغناء المعروف اليوم حاشية القضيب الغصن والمراد الوتر سمع له صوت الجلاجل مفردها الجلجل وهو الجرس الصغير الشبابة قصابة الزمر المعروفة مولدة انتهت فصل قال المصنف رحمه الله وقبل أن نتكلم في إباحته أو تحريمه أو كراهته نقول ينبغي للعاقل أن ينصح نفسه وإخوانه ويحذر تلبيس إبليس في إجراء هذا الغناء مجرى الأقسام المتقدمة التي يطلق عليها اسم الغناء فلا يحمل الكل محملا واحدا فيقول قد أباحه فلان وكرهه فلان فنبدأ بالكلام في النصيحة للنفس والإخوان فنقول معلوم أن طباع الآدميين تتقارب ولا تكاد تتفاوت فإذا ادعى الشاب السليم البدن الصحيح المزاج أن رؤية المستحسنات لا تزعده ولا تؤثر عنده ولا تضره في دينه كذبناه لما نعلم من استواء الطباع فإن ثبت صدقه عرفنا أن به مرضا خرج به عن حيز الاتدال فإن تعلن فقال إنما أنظر إلى هذه المستحسنات معتبرة فأتعجب من حسن الصنعة في دعج العينين ورقة الأنف ونقاء البيض قلنا له في أنواع المباحات ما يكفي في العبرة وها هنا ميل طبعك يشغلك عن الفكرة ولا يدع لبلوغ شهوتك وجود فكرة حاشية دعجات العين اشتد سوادها وبيضها واتسعت فهي دعجاء انتهت الحاشية فإن ميل الطبع شاغل عن ذلك وكذا من قال إن هذا الغناء المطرب المزعج للطباع المحرك لها إلى العشق وحب الدنيا لا يؤثر عندي ولا يلفت قلبي إلى حب الدنيا الموصوفة فيه فإن نكذبه لموضع اشتراك الطباع ثم إن كان قلبه بالخوف من الله عز وجل غائبا عن الهوى لا أخضر هذا المسموع الطبع وإن كانت قطالت غيبته في سفر الخوف وأقبح القبيح البهرجة ثم كيف تمر البهرجة على من يعلم السر وأخفى ثم إن كان الأمر كما زعل هذا المتصوف فإن دغي أن لا نبيحه إلا لمن هذه صفته والقوم قد أباحوه على الإطلاق للشاب المبتدي والصبي الجاهل حتى قال أبو حامد الغزالي إن التشبيب بوصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء الصحيح أنه لا يحرم قال المصنف رحمه الله فأما من قال إني لا أسمع الغناء للدنيا وإنما آخذ منه إشارات فهو يخطئ من وجهين أحدهما أن الطبع يسبق إلى مقصوده قبل أخذ الإشارات فيكون كمن قال إني أنظر إلى هذه المرأة المستحسنة لأتفكر في الصنعة والثاني أنه يقل فيه وجود شيء يشار به إلى الخالق وقد جل الخالق تبارك وتعالى أن يقال في حقه إنه يعشق ويقع الهيمان به وإنما نصيبنا من معرفته الهيبة والتعظيم فقط وإذ قد انتهت النصيحة فنذكر ما قيل في الغناء فصل أما نذهب أحمد رحمه الله فإنه كان الغناء في زمانه إنشاد قصائد الزهد إلا أنهم لما كانوا يلحنونها اختلفت الرواية عنها فروا عنه ابنه عبد الله أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني وروا عنه إسماعيل بن إسحاق الثقافي أنه يسئل عن استماع القصائد فقال أكرهه هو بدعة ولا يجالسون وروا عنه أبو الحارس أنه قال التغيير بدعة فقيل له إنه يرقق القلب فقال هو بدعة وروا عنه يعقوب الهاشمي التغيير بدعة محدث وروا عنه يعقوب بن غياث أكره التغيير وأنه نهى عن استماعه قال المصنف فهذه الروايات كلها دليل على كراهية الغناء قال أبو بكر الخلال كاره أحمد القصائد لما قيل له إنهم نياتا ما جنون ثم روي عنه ما يدل على أنه لا بأس بها قال المروزي سألت أبا عبد الله عن القصائد فقال بدعة فقلت له إنهم يهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا كله قال المصنف وقد روينا أن أحمد سمع قوارا عند ابنه صالح فلم ينكر عليه فقال له صالح يا أبتي أليس كنت تنكر هذا فقال إنما قيل لي إنهم يستعملون المنكر فكرهته فأما هذا فإني لا أكرهه قال المصنف رحمه الله قلت وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء وإنما أشار إلى ما كان في زمانهما من القصائد الزهديات وعلى هذا يحمل ما لم يكره أحمد ويدل على ما قلت أن أحمد بن حنبل سئل عن رجل مات وترك ولدا وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال لا تباع على أنها مغنية فقيل له إنها تساوي ثلاثين ألف درهم ولعلها إذا بيعت سادجة تساوي عشرين دينار فقال لا تباع إلا على أنها سادجة قال المصنف وإنما قال هذا لأن الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهديات بل بالأشعار المطربة المثيرة للطبع إلى العشق وهذا دليل على أن الغناء محظور إذ لو لم يكن محظورا ما أجاز تفويت المال على اليتام وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم عندي خمر لأيتام فقال أرقها فلو جاز استصلاحها لما أمره بتضيع أموال اليتام حاشية ضعيف أبو داود في الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلل برقم 75 و600 بعد 3000 الترمذي في البيوع باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك برقم 93 و200 بعد 1000 ضعيف الجامع للألباني برقم 200 بعد 2000 وانتهت الحاشية فلو جاز استصلاحها لما أمره بتضيع أموال اليتام وعروا المروزي عن أحمد بن حمل أنه قال كسب المخنف خبيث يكسبه بالغناء وهذا وهذا لأن المخنف لا يغني بالقصائد الزهدية وإنما يغني بالغزل والنوح فبان من هذه الجملة أن بوايتين عن أحمد في الكراهة وعدمها تتعلق بالزهديات الملحنة فأما الغناء المعروف اليوم فمحظور عنده كيف ولو علم ما أحدث الناس من الزيادات فصل قال المصنف وأما مذهب مالك بن أنس رحمه الله فعن إسحاق بن إيسى الطبع قال سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله الفساق حاشية إسحاق بن إيسى بن النجيح البغدادي أبو يعقوب بن الطبع صدوق من التاسعة مات سنة أربع عشر ومئتين وقيل بعدها بسنة الجزء الأول الصفحة الستون وانتهت الحاشية وعن أبي الطيب الطبري قال أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب وهو مذهب سائل أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده حاشية وجاء أيضا طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الفقيه شيخ الشافعية ولد بآمل بطبرستان سنة 48 سمع الحديثة بجرجان وبني سابور ثم اشتغل ببغداد وصنف في الأصول والجدل وسمع ببغداد من الدار قطني وغيره وكان ثقة ورعا دينا عالما بأصول الفقه وفروعه حسن الخلق سليم الصدر موظبا على تعليم العلم ليلا ونهارا وقد توفي سنة 50 و400 وهو صحيح العقل والفهم والأعضاء البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة التاسعة والسبعون والثمانون وكذلك ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح من الثامنة مات سنة 85 وثمانين ومئة للهجرة التقريب الجزء الأول صفحة الخامسة والثلاثون وهكذا كان التعليق على أبي الطيب الطبري وإبراهيم بن سعد انتهى وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده فإنه قد حكى زكريا السادي أنه كان لا يرى به بأسا حاشيه زكريا بن يحيا السادي البصري ثقة فقه من الثانية عشرة مات سنة سبع وثلاثمائة التقريب الجزء الأول صفحة الثانية والستون بعد المائتين امتهت فصل أما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فعن أبي الطيب الطبري قال كان أبو حنيفة يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ ويجعل سماع الغناء من الذنوب قال وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحماد وسفيان الثوري وغيرهم لاختلاف بينهم في ذلك قال ولا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهة ذلك والمنع منه إلا ما روى عبيض الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسا حاشيه ابن حسين ابن أبي الحر العنبري البصري قاضيها ثقة فقيه لكن عابوا عليه مسألة تكافئ الأدلة من السابعة مات سنة ثمان وستين ومئة ليس له عند مسلم سوى موضع واحد في الجنائز التقريب الجزء الأول صفحة الحادية والثلاثون والخمسمائة انتهت فصل وأما مذهب الشافعي رحمه الله قال قال الحسن بن عبد العزيز الحروي سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغيير يشغلون به الناس عن القرآن قال المصنف رحمه الله وقد ذكر أبو منصور الأزهري المغيرة قوم يغيرون بذكر الله دعاء وتضرع وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغييرا كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طاربوا ورقصوا فسموا مغيرة لهذا المعنى وقال الزجاج سموا مغيرين لتزهيدهم الناس في الفان من الدنيا وترغيبهم في الآخرة وعن أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال قال الشافعي الغناء له المكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته قال وكان الشافعي يكره التغيير قال الطبري فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار وقال من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية حاشية الحديث الأول عليكم بالسواد الأعظم صحيح الحاكم في المستبرك الجزء الأول الصفحة الخامسة عشرة بعد المئة والسابسة عشرة بعد المئة وابن أبي عاص في السنة برقم ثمانين والحديث الثاني من فارق الجماعة صحيح مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين في الصفحة الخالسة والخمسين والرابعة والخمسين وانتهت الحاشية قال المصنف قلت وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف وأما أكابر المتأخرين فعل الإنكار منهم أبو الطيب الطبري وله في ذنب الغناء والمنع كتاب مصنف حدثنا به عنه قال لا يجوز الغناء ولا سماعه ولا الضرب بالقضي قال ومن أضاف إلى الشافعي هذا فقد كذب عليه وقد مص الشافعي في كتاب أدب القضاء على أن الرجل إذا دام على سماع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته قال المصنف رحمه الله قلت فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل عيمه وغلبه هواه وقال الفقهاء من أصحابنا لا تقبل شهادة المغني والرقاص والله الموثق فصل في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما قال المصنف وقد استدل أصحابنا بالقرآن والسنة والمعنى فأما الاستدلال من القرآن فبثلاث آيات الآية الأولى قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث لقمان السادسة عن أب الصهباء قال سألت ابن مسعود عن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو والله الغناء وعن ابن عباس ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الغناء وأشباهه وعن مجاهد ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء وعن سعيد بن يسار قال سألت أكرمة عن لهو الحديث قال الغناء وكذلك قال الحسن وسعيد بن جبير وقتابة وإبراهيم النخعي حاشية قال ابن مسعود هو الغناء وأقسم ثلاث مرات وكذا ابن عباس وقال الضحاك هو الشرك وقال ابن جريب إنه كل كلام يصد عن آيات الله تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة الثانية والأربعون بعد الأربع مئة انتهت الحاشية الآية الثانية قوله عز وجل وأنتم سامدون النجم الحادية والستون عن ابن عباس وأنتم سامدون قال هو الغناء بالحميرية سمد لنا غني لنا وقال مجاهد هو الغناء يقول أهل اليمن سمد فلان إذا غنى حاشية قال سفيان عن أبيه عن ابن عباس سامدون الغناء يمانية وكذا قال أكرمة تفسير ابن كثير في الجزء الرابع صفحة الستين بعد المئتين انتهى الآية الثالثة قوله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وعن مجاهد واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال هو الغناء والمزامير حاشية قال مجاهد باللهو والغناء وعن ابن عباس قال كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل تفسير ابن كثير اللزء الثالث الصفحة التاسعة والأربعون أما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع صوت زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه وعذل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع فأقول نعم فيمضي حتى قلت لا فرفع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا حاشية صحيح أبو داود في الأدب باب كراهية الغناء والزمر برقم 24 وتسعمائة وأربعة آلاف إلى 26 وتسعمائة وأربعة آلاف وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم وعن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغنيات وبيعهم وتعليمهم وقال ثمنهن حرام وقرأ ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين لقمان السادسة حاشية ضعيف وعلته علي بن زيد بن جدعان ضعيف من الرابعة التقريب الجزء الثاني الصفحة السابعة والثلاثون انتهى وعن أبي أمامة أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن التجارة فيهن وعن تعليمهن الغناء وقال ثمنهن حرام وقال في هذا أو نحوه أو وقال شبهه نزلت علي ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله حاشية ضعيف التلميذي في التفسير باب ومن سورة لقمان برقم خمسة وتسعين ومئة بعد ثلاثة الآلاف وضعيف الجامع برقم إثمين ومئتين بعد ستة الآلاف وانتهت الحاشية انتهى الشريط السابع عشر من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن عشر من كتاب تلبيس إبليس نوصل القراءة في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يرفع عقيرة صوته للغناء إلا بعث الله له شيطانين يرتدفانه أعني هذا من ذا الجانب وهذا من ذا الجانب ولا يزالان يضربان بأرجلهما في صدره حتى يكون هو الذي يسكت حاشية ضعيف جدا إحياء علوم الدين حيث قال العراقي بهامشه ابن أبي الدنيا في ذنب الملاهي والطبراني في الكبير بسنة ضعيف في اللزء الثاني صفحة الثانية والثمانين بعد المائتين والثلثلة الضعيفة للألباني برقم واحد وثلاثين وتسعمائة انتهت الحاشية وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها ثم قرأ ومن الناس من يشتري لهو الحديث حاشية ضعيف إحياء علوم الدين حيث قال العراقي بهامشه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف وقال البيهقي ليس بمحفوظ اللزء الثاني صفحة الثانية والثمانون بعد المائتين انتهى وروا عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة وصوت عند مصيبة حاشية انظر الحديث التالي انتهى وعن ابن عمر قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ففاضت عيناه فقلت يا رسول الله أتبكي وتنهان عن البكاء فقال لست أنهى عن البكاء إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة ضرب وجه وشق جيوب ورنة شيطان حاشية صحيح الترمذي في الجنائز عن جابر باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت برقم خمسة بعد الألف والحاكم في المستدرك الجزء الرابع الصفحة الأربعون صحيح الجامع برقم أربعة وتسعين ومئة بعد خمسة الآلاف انتهى وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بهدم المزمار والطبل حاشية ضعيف انظر ضعيف الجامع للألباني حيث عزاه للديلمي في مسند الفردوس برقم اثنين وستين وثلاثمائة بعد الألف انتهى وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بكسر المزامير حاشية ضعيف المتقل هندي في كنز العمال وعزاه لأبي بكر الشافعي في الغيلانيات والنسائي وقال سنده ضعيف برقم تسعة وثمانين وستنائة بعد أربعين ألفا والحديث آفته موسى بن عمير القرشي متروك وقد كذبه أبو حاتم التقريب اللزء الثاني الصفحة السابعة والثمانون بعد المائتين انتهى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصنة حل بها البلاء فذكر منها إذا اتخذت القيانة والمعازف حاشية الترمذي في الفتن ضعيف باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف برقم عشر بعد مائتين وألفين والتبريزي في المشكاه برقم واحد وخمسين وأربعمائة بعد خمسة آلاف وضعيف الجامع برقم سبعة بعد سبعمائة وانتهت الحاشية وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقلفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع حاشية ضعيف التلمذي في الفتن باب ما جاء في علامة حلول إلى آخره برقم 11 بعد 200 و2000 والتبريزي في المشكاه برقم 45 و500 ضعيف الجامع برقم 86 و200 السلسلة الضعيفة برقم 27 و700 بعد الألف انتهت الحاشية وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ قيل يا رسول الله متى؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر حاشية ورد هذا الحديث بروايات متعددة منها رواية سهل بن سعد بدون قوله إذا ظهرت المعازف إلى آخره ومنها رواية عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عمر وجابر والرواية التي توافق نص ما ذكره ابن الجوزي هي رواية عمران بن حسين بلفظ إذا إلى وشربت الخمور وهذه الروايات كلها صحيحة انظر التلميذية في القدر باب ما جاء في الرضوة بالقضاء برقم 52 ومئة بعد الفين و53 ومئة بعد الفين وفي الفتن باب ما جاء في علامة حلول إلى آخره برقم 12 ومئتين بعد الألفين وابن ماجة في الفتن باب الخصوف برقم 59 واربعة آلاف إلى 62 واربعة آلاف صحيح الجامع برقم 56 وثمانمئة بعد الألفين و49 ومئة بعد ثمانية الآلاف و55 ومئة بعد ثمانية الآلاف والسلسلة الصحيحة برقم 87 وسبعمئة بعد الألف وانتهت الحاشية وعن مكحول قال إنه سمع يزيد بن عبد الله يقول إنه سمع صفوان بن أمية قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمر بن مرة فقال يا رسول الله إن الله عز وجل قد كتب علي الشقوة فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء في غير فاحشة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت يا عدو الله لقد رزقك الله حلالا طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتبئل الله عز وجل أما إنك لو قلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعة وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان المدينة فقام عمر وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فلما ول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل عريانا لا يستثر بهدبة كلما قام صرع حاشية موضوع ابن ماجة في الحدود باب المخنفين برقم ثلاثة عشر وستمائة بعد الألفين وضعيف سنن ابن ماجة برقم سبعين وخمسمائة ولا نعمة عين بضم النون وفتحها وكسرها ولا نعمة ولا نعمة ولا نعمة قيل أي ولا قرة عين وقال السيطي لا أكرمك كرامة ولا أنعم عليك وتقدمت إليك أي بالنهي الذي ذكرت لك الآن سلابك ما يأخذ من ثياب وسلاح وداب من القتيل هدبة طرف الثوب الذي لم ينسج انتهت الحاشية وأما الآثار فقال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل وقال إذا ركب الرجل الدابة ولم يسمي أراد فه الشيطان وقال تغنه فإن لم يحسن قال له تمنه ومر ابن عمر رضي الله عنه بقوم محرمين وفيهم رجل يتغنى قال ألا لا سمع الله لكم ومر بجارية صغيرة تغني فقال لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه وسأل رجل للقاسم ابن محمد علي عن الغناء فقال أنهاك عنه وأكرهه لك قال أحرام هو قال انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل ففي أيهما يجعل الغناء وعن الشعبي قال لعن الله المغني والمغنى له وعن عمر بن عبيد الله الأرموي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن جل وعز فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب ولا عمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه وقال فضيل بن عياض الغناء ركية الزنا وقال الضحاك الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب وقال يزيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والغناء فإنه يزيد الشهوة ويهدم المروءة وإنه لا ينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا قال المصنف رحمه الله قلت وكم قد فتنت الأصوات بالغناء من عابد وزاهد وقد ذكرنا جملة من أخبارهم في كتابنا المسمى بذنب الهوى وعن أبي الزناد عن أبيه قال كان سليمان بن عبد الملك في بادية له حاشية سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي أبو أيوب كان مولده بالمدينة ونشأ بالشام عند أبيه وكان فصيحا مؤثرا للعدل محبا للغزو تولى الإمارة سنة ست وتسعين هجرية بعد وفاة أخيه الوليد وكانت وفاته سنة تسع وتسعين البداية والنهاية الجزء التاسع صفحة الثامنة والتسعون والمئة إلى السادسة بعد المئتين انتهت الحاشية قال كان سليمان بن عبد الملك في بادية له فسامراء ليلة على ظهر سطح ثم تفرق عنه جلساؤه حاشية سامراء سمراء تحدث مع جليسه ليلة والسامر مجلس السمر انتهت الحاشية فدعى بوضوء فجاءت به جارية له فبينما هي تصب عليه إذ استمدها بيده حاشية يقال استمد القوم الأميرة طلبوا منه مددا ومعونة انتهت إذ استمدها بيده وأشار إليها فإذا هي ساهية مصغية بسمعها مائلة بجسدها كله إلى صوت غناء تسمعه في ناحية العسكر فأمرها فتنحت واستمع هو الصوت فإذا صوت رجل يغني فأنصت له حتى فهم ما يغني به من الشعر ثم دعا جارية من جواريه غيرها فتوضع فلما أصبح أذن للناس إذنا عاما فلما أخذوا مجالسهم أجرى ذكر الغناء ومن كان يسمعه وليّن فيه حتى ظن القوم أنه يشتهيه فأفاضوا في التليين والتحليل والتسهيل فقال هل بقي أحد يسمع منه فقام رجل من القوم فقال يا أمير المؤمنين عندي رجلان من أهل أيلة حاذقان قال وأين منزلك من العسكر فأومى إلى الناحية التي كان الغناء منها فقال سليمان يبعث إليهما فوجد الرسول أحدهما فأقبل به حتى أدخله على سليمان فقال له ما اسمك قال سمير فسأله عن الغناء كيف هو فيه فقال حاذق محكم قال ومتى عهدك به قال في ليلتي هذه الماضية قال وفي أي نواحي العسكر كنت فذكر له الناحية التي سمع منها الصوت قال فما غنيت فذكر الشعر الذي سمعه سليمان فأقبل سليمان فقال هدر الجمل فضبعت الناقة وهبت تيسو فشكرت الشاه وهدل الحمام فزافت الحمامة وغن الرجل فطربت المرأة ثم أمر به فخصي حاشية ضابعة الداب أرادت الفحل واشتدت شهوتها فهي ضابعة شاكرة الشاه امتلأ ضرعها باللبن زاف الحمامة الذكر عند الحمامة الأنثى نشر جناحيه وذنبه وسحبه ما على الأرض انتهت الحاشية فقال هدر الجمل فضبعت الناقة وهبت تيسو فشكرت الشاه وهدل الحمام فزافت الحمامة وغن الرجل فطربت المرأة ثم أمر به فخصي وسأل عن الغناء أين أصله وأكثر ما يكون قالوا بالمدينة وهو في المخنفين وهم الحذاق به والأئمة فيه فكتب إلى عامله على المدينة وهو أبو بكر ابن محمد بن عمر بن حزم أن أخصي من قبلك من المخنفين المغنين حاشية أبو بكر ابن محمد بن عمر حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي اسمه وكنيته واحد وقيل إنه يكن أبا محمد ثقة عابد من الخامسة مات سنة عشرين ومئة وقيل غير ذلك التقريب الجزء الثاني صفحة التاسعة والتسعون والثلاثمئة وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وأما المعنى فقد بينا أن الغناء يخرج الإنسان عن الاعتدال ويغير العقل وبيان هذا أن الإنسان إذا طرب فعل ما يستقبحه في حال صحته من غيره من تحريك رأسه وتصفيق يديه ودق الأرض برجليه إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب العقول السخيفة والغناء يجب ذلك بل يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقل فينبغي أن يقع المنع منه وعن أبي سعيد الخراز قال ذكر عند محمد بن منصور أصحاب القصائد فقال هؤلاء الفرارون من الله عز وجل لو ناصحوا الله ورسوله وصدقوه لأفادهم في سرائرهم ما يشغلهم عن كثرة التلاقي وعن أبي عبد الله ابن بطة العكبري قال سألني سائل عن استماع الغناء فنهيته عن ذلك وأعلمته أنه مما أنكرته العلماء واستحسنه السفهاء وإنما تفعله طائفة سموا بالصوفية وسماهم المحققون الجبرية أهلهم من دنيئة وشرائع بدعية يظهرون الزهد وكل أسبابهم ظلمة يدعون الشوق والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء يسمعونه من الأحداث والنساء ويطربون ويصعقون ويتغاشون ويتماوتون ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهم وشوقهم إليه تعالى الله عما يقوله الجاهلون علوا كبيرا فصل في ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سماع الغناء فمنها حديث عائشة رضي الله عنها أن الجاريتين كانت تضربان عندها بدفين وفي بعض ألفاظه دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر أم زمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا حاشية صحيح وقد سبق تخريجه انتهى وقد سبق ذكر الحديث ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معهم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو وقد سبق ومنها حديث فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لالله أشد آذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته حاشية ضعيف ابن ماجة في إقامة الصلاة باب في حسن الصوت بالقرآن برقم أربعين وثلاثمائة بعد الألف الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة الحادية والسبعون والخمسمائة ضعيف الجامع برقم ثلاثة وثلاثين وستمائة بعد أربعة آلاف وأذنا أي استماعا انتهى قال ابن طاهر وجه الحجة أنه أثبت تحليل استماع الغناء إذ لا يجوز أي قاس على محرم ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله عز وجل لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن حاشية صحيح البخاري في فضائل القرآن باب من لم يتغنى بالقرآن الجزء الثامن صفحة السادسة والثمانون والستمائة مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن من الصفحة الثانية والثلاثين والمائتين إلى الرابعة والثلاثين والمائتين انتهى ومنها حديث حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف حاشية حسن التنمذي في النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح برقم ثمانية وثمانين بعد الألف والنسائي في النكاح باب أعلان النكاح بالصوت وضرب الدف الجزء السادس صفحة السابعة والعشرون والمائة ابن ماجة في النكاح في الصفحة السادسة والتسعين والثمانمائة بعد الألف أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة الثامنة عشر بعد الأربعمائة الحاكم في المستدرك اللجء الثاني صفحة الرابعة والثمانون والمائة صحيح الجامع برقم ستة بعد مائتين وأربعة آلاف وانتهت الحاشية والجواب أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد سبق الكلام عليهما وبينا أنهم كانوا ينشدون الشعر وسمي بذلك غناء لنوع يثبت في الإنشاد وترجية ومثل ذلك لا يخرج الطبع عن الاعتدال وكيف يحتج بذلك الواقع في الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان كدر عند نفوس قد تملكها الهوى ما هذا إلا مغالطة للفهم أوليس قد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد حاشية صحيح البخاري في الأذان باب انتظار الناس قيام الإمام العالم الجزء الثاني صفحة السادسة بعد الأربع مئة مسلم في الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد في الصفحة الرابعة والأربعين والمئة وأحدث النساء يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب وانتهت الحاشية وإنما ينبغي للمفتي أن يزن الأحوال كما ينبغي للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد ثم يصف على مقدار ذلك وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآلات المستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات يذكر فيها الغزل والغزالة والخال والخد والقد والاعتدال فهل يثبت هناك طبع هيهاد بل ينزعد شوقا إلى المستلذ ولا يدعى أنه لا يجد ذلك إلا عند كاذب أو خارج عن حد الآدمية ومن ادعى أخذ الإشارة من ذلك إلى الخالق فقد استعمل في حقه ما لا يليق به على أن الطبع يسبقه إلى ما يجد من الهوى وقد أجاب أبو الطيب الطبري عن هذا الحديث بجواب آخر فأخبرنا أبو القاسم الحريري عنه أنه قال هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته لا سيما في يوم العيد وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها قال المصنف رحمه الله وأما له المذكور في الحديث الآخر فليس بصريح في الغناء فيجوز أن يكون إن شاد الشعر أو غيره وأما التشبيه بالاستماع إلى القينة فلا يمتنع أن يكون المشبه حراما فإن الإنسان لو قال وجدت للعسل لذة أكثر من لذة الخمر كان كلامه صحيحا وإنما وقع التشبيه بالإصغاء في الحالتين فيكون أحدهما حلالا أو حراما لا يمنع من التشبيه وقد قال عليه الصلاة والسلام إنكم نترون ربكم كما ترون القمر فشبه أيضا الرؤية بإيضاح الرؤية وإن كان وقع الفرق بأن القمر في جهة يحيط به نظر ناظر والحق منزه عن ذلك حاشية صحيح البخاري في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر في اللزء الثاني صفحة الأربعين مسلم في المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر برقم أحد عشر بعد المائتين انتهت الحاشية والفقهاء يقولون في ماء الوضوء لا ننشف الأعضاء منه لأنه أثر عبادة فلا يسن مسحه كدم الشهيد فقد جمعوا بينهما من جهة اتفاقهما في كونهما عبادة وإن افترق في الطهارة والنجاسة واستدلال ابن طاهر بأن القياس لا يكون إلا على مباح فقه صوفية لا علم الفقهاء وأما قوله يتغنى بالقرآن فقد فسره سفيان بن عيينة فقال معناه يستغني به وفسره الشافعي فقال معناه يتحزن به ويترنم وقال غيرهما يجعله مكان غناء الركبان إذا ساروا وأما الضرب بالدف فقد كان جماعة من التابعين يكسرون الدفوف وما كانت هكذا فكيف لو رأوا هذه وكان الحسن البصري يقول ليس الدف من سنة المرسلين في شيء وقال أبو عبيد القاسم بن سلام من ذهب به إلى الصوفية فهو خطأ في التأويل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما معناه عندنا إعلان النكاح وإضطراب الصوت والذكر في الناس قال المصنف رحمه الله قلت ولو حمل على الدف حقيقة على أنه قد قال أحمد بن حنبل أرجو أن لا يكون بالدف بأس في العرس ونحوه وأكره الطبل وعن عامر بن سعد البجلي قال طلبت سابت بن سعد وكان بدرية فوجدته في عرس له قال وإذا جوار يغنين ويضربن بالدفوف فقلت ألا تنهى عن هذا قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقص لنا في هذا حاشية صحيح النسائي في النكاح باب اللهو والغناء عند العرس في الجزء السادس الصفحة الخامسة والثلاثين والمئة تبريزيه في مشكات المصابيح برقم تسعة وخمسين ومئة بعد ثلاثة الآلاف انتهى وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني الدف حاشية ضعيف ابن ماجة في النكاح باب إعلان النكاح برقم خمسة وتسعين وثمانمائة بعد الألف وضعيف سنن ابن ماجة في الصفحة السادسة عشر بعد الأربعمائة والغربال هو الدف وعبر عنه بالغربال لأنه يشبه الغربال في استدارته انتهت الحاشية انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نوصل القراءة في ذكر الشبه التي تعلق بها من أجازس مع الغناء ورد المصنف عليها قال المصنف رحمه الله وكل ما احتجوا به لا يجوز أن يستدل به على جواز هذا الغناء المعروف المؤثر في الطباع وقد احتج لهم أقوام مفتونون بحب التصوف بما لا حجة فيه فمنهم أبو نعيم الأصف هاني فإنه قال كان البراء بن نالك يميل إلى السماع ويستلذ بالترنم حاشية انظر الحية لأبي نعيم في الجزء الأول الصفحة الثلاثمائة بعد الخمسين انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وإنما ذكر أبو نعيم هذا عن البراء لأنه روى عنه أنه استلقى يوما فترنم حاشية انظر الحية لأبي نعيم في الجزء الأول في الصفحة الخمسين بعد الثلاثمائة انتهى فانظر إلى هذا الاحتجاج البارد فإن الإنسان لا يخلو من أن يترنم فأين الترنم من السماع للغناء المطرب وقد استدل له محمد بن طاهر بأشياء لو لا أي يعثر على مثلها جاهل فيغتر لم يصلح ذكرها لأنها ليست بشيء فمنها أنه قال في كتابه باب الاقتراح على القوال والسنة فيه فجعل الاقتراح على القوال سنة واستدل بما روى عمر بن الشريد عن أبيه قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر أمية فأخذ يقول هي هي حتى أنشدته مئة قافية حاشية صحيح مسلم في الشعر في فاتحته برقم واحد وهي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود انتهى وقال ابن طاهر باب الدليل على استماع الغزل قال العجاج حاشية عبد الله ابن رؤبة من بني مالك ابن سعد ابن زيد ابن مناه ابن تميم وكان يكنى أبا الشعثاء وهي ابنته وكان لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث يعد هو وابنه رؤبة من أشهر الرجازين الشعر والشعراء لابن قتيبة في الجزء الثاني صفحة تحادية والتسعين بعد الخمسمائة انتهى قال العجاج سألت أبا هريرة رضي الله عنه طاف الخيالات فهاجى سقما فقال أبو هريرة رضي الله عنه كان ينشد مثل هذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله فانظر إلى الاحتجاد ابن طاهر ما أعجبه كيف يحتج على جواز الغناء بإنشاد الشعر وما مثله إلا كمثل من قال يجوز أن يضرب بالكف على ظهر العود فجاز أن يضرب بأوتاره أو قال يجوز أن يعصر العنب ويشرب منه في يومه فجاز أن يشرب منه بعد أيام وقد نسي أن إنشاد الشعر لا يطرب كما يطرب الغناء وعن أبي محمد التميمي قال سألت الشريف أبا علي ابن أبي موسى الهاشمي عن السماع فقال ما أدري ما أقول فيه غير أني حضرت ذات يوم شيخنا أبا الحسن عبدالعزيز بن الحارث التميمي سنة سبعين وثلاثمائة في دعوة عاملها لأصحابه حضرها أبو بكر الأبهري شيخ المالكيين وأبو القاسم الداركي شيخ الشافئيين وأبو الحسن طاهر بن حسين شيخ أصحاب الحديث وأبو الحسين بن سمعون شيخ الوعاضي والزهاد وأبو عبدالله بن مجاهد شيخ المتكلمين وصاحبه أبو بكر بن الباقلاني في دار شيخنا أبو الحسن التميمي شيخ الحنادلة حاشية أبو بكر الأبهري هو أبو بكر محمد بن عبدالله الفقيه المقر الصالح الحافظ النظام القيم برأي مالك انتهت إليه الرئاسة ببغداد توفي في سنة خمس وتسعين وثلاثمائة وسنه نيف وثمانون أو نحوها ومولده قبل التسعين ومئتين شجرة النور الزكية في طبقات المالكية الصفحة الحادية والتسعون أبو الحسين ابن سمعون هو محمد بن أحمد ابن إسماعيل أبو الحسين أحد الصلحاء والعلماء كان يقال له الناطق بالحكمة كانت له اليد الطولة في الوعظ والتدقيق في المعاملات وكانت له كرامات ومكاشفات ولد سنة ثلاثمائة وتوفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة ودفن بداره البداية والنهاية الجزء الصفحة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني رأس المتكلمين على مذهب الشافعي وهو من أكثر الناس كلاما وتصنيفا في الكلام من تصانيفه الكثيرة التبصرة دقائق الحقائق التنهيد في أصول الفقه شرخ الإبانة كشف الأسرار وهدك الأستار وقد سمع الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد بن ناسي وغيرهما وكانت وفاته سنة ثلاث واربعمائة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الخمسون والثلاثمائة والحادية والخمسون والثلاثمائة انتهت الحاشية فقال أبو علي لو سقط السقف عليهم لم يبقى بالعراق من يفتي في حادثه بسنة ومعهم أبو عبد الله غلام وكان يقرأ القرآن بصوت حسن فقيل له كل شيء فقال وهم يسمعون خطت أناملها في بطن قرطاص رسالة بعبير لا بأنفاس أنزر فديتك قفلي غير محتشن فإن حبك لي قد شاع في الناس فكان قولي لمن أدى رسالتها قفلي لأمشي على العينين والراس قال أبو علي فبعدما رأيت هذا لا يمكنني أن أفتي في هذه المسألة بحظر ولا إباحة قال المصنف رحمه الله وهذه الحكاية إن صدق فيها محمد بن طاهر فإن شيخنا بن ناصر الحافظ كان يقول ليس محمد بن طاهر بثقة حملت هذه الأبيات على أنه أنشدها لا أنه غنى بها بقضيب ومخده حاشية آله من آلات الطربي والغناء انتهى إذ لو كان كذلك لذاكره ثم فيها كلام مجمل قوله لا يمكنني أن أقول فيها بحظر ولا إباحة لأنه إن كان مخلدا لهم فين بغي أن يفتي بالإباحة وإن كان ينظر في الدليل فيلزمه مع حضورهم أن يفتي بالحظر ثم بتقدير صحتها أفلا يكون اتباع المذهب أولى من اتباع أرباب المذهب وقد ذكرنا عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين ما يكفي في هذا وشيدنا ذلك بالأدلة وقال ابن طاهر في كتابه باب إكرامهم للقوال وإفرادهم الموضع له واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بردة كانت عليه إلى كعب بن زهير لما أنشده بانت سعاد حاشية ابن كثير في البداية والنهاية قال ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه بردته حين أنشده القصيدة وقد نظم ذلك الصصري في بعض مدائحه وهكذا ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة قال وهي البردة التي عند الخلفاء قلت وهذا من الأمور المشهورة جدا ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإثناد أرتضيه فالله أعلم الجزء الرابع صفحة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمئة انتهى واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بردة كانت عليه إلى كعب بن زهير لما أنشده بانت سعاد وإنما ذكرت هذا ليعرف قدر فقه هذا الرجل واستنباطه وإلا فالزمان أشرف من أن يضيع بمثل هذا التخليط وعن المزني قال مررنا مع الشافعي وإبراهيم بن إسماعيل على دار قوم وجارية تغنيهم خليلي ما ذال المطايا كأننا نراها على الأعقاب بالقوم تنقص فقال الشافعي ميلوا بنا نسمع فلما فرغت قال الشافعي لإبراهيم أيطربك هذا قال لا قال فما لك حس قال المصمف رحمه الله قلت وهذا محال على الشافعي رضي الله عنه وفي الرواية مجهولون وابن طاهر لا يثق به وقد كان الشافعي أجل من هذا كله ويدل على صحة ما ذكرناه ما أخبرنا به أبو القاسم الحريري عن أبو الطيب الطبري قال أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا لا يجوز سواء كانت حرة أو مملوكة قال وقال الشافعي وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته ثم غلظ القول فيه فقال وهو دياثة حاشية الديوث الذي لا يغار على أهله ولا يخجل انتهى قال المصنف رحمه الله وإنما جعل صاحبها سفيها فاسقة لأنه دعا الناس إلى الباطل ومن دعا إلى الباطل كان سفيها فاسقة قال المصنف رحمه الله قلت عن أبي عبد الرحمن السلمي قال اشترى سعد بن عبد الله الدمشقي جارية قوالة للفقراء وكانت تقول لهم القصائد قال المصنف رحمه الله قلت وقد ذكر أبو طالب المكي في كتابه أدركنا مران القاضي وله جوار يسمعن التلحين قد أعدهن للصوفية قال وكانت لعطاء جاريتان تلحنان وكان إخوانه يسمعون التلحين منهما قال المصنف رحمه الله قلت أما سعد الدمشقي فرجل جاهل والحكاية عن عطاء محال وكذب وإن صحت الحكاية عن مروان فهو فاسق والدليل على ما قلنا ما ذكرنا عن الشافئي رضي الله عنه وهؤلاء القوم جاهلوا العلم فمالوا إلى الهوى وعن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري قال حاشية صاحب المستدرك محمد بن عبد الله بن حمدويه أبو عبد الله الحاكم الضبي الحافظ ويعرف بابن البيع من أهل نيسابور وكان من أهل العلم والحفظ والحديث ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة سمع الكثير وطاف الآفاق وصنف الكتب منها علوم الحديث الإكليل تاريخ نيسابور وقد كان من أهل الدين والأمانة والضبط والتجرد والورع لكن قال الخطيب البغدادي كان ابن البيع يميل إلى التشيع توفي سنة خمس وأربع مئة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الخامسة والخمسون والثلاثمائة انتهى وعن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري قال أكثر ما التقيت أنا وثارس ابن عيسى الصوفي في دار أبي بكر الأبريسمي للسماع من هزارة رحمها الله فإنها كانت من مستورات القوالات قال المصنف قلت وهذا أقبح شيء من مثل الحاكم كيف خفي عليه أنه لا يحل له أن يسمع من أمرأة ليست بمحرم ثم يذكر هذا في كتاب تاريخ نيسابور وهو كتاب علم من غير تحاشن عن ذكر مثله لقد كفاه هذا قدحا في عدالته قال المصنف رحمه الله فإن قيل فما تقول فيما أخبركم به عن مغيرة قال كان عون بن عبد الله يقص فإذا فرغ أمر جارية له تقص وتطرب حاشية عون بن عبد الله بن عطبح بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد من الرابعة مات قبل سنة عشرين ومئة التقريب الجزء الثاني الصفحة التسعون انتهت الحاشية قال المغيرة فأرسلت إليه أو أردت أن أرسل إليه أنك من أهل بيت صدق وأن الله عز وجل لم يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحمق وأن صنيعك هذا صنيع أحمق فالجواب أنا لا نظن بعون أنه أمر الجارية أن تقص على الرجال بل أحب أن يسمعها منفردة وهي ملكه فقال له مغيرة الفقيه هذا القول وكره أن تطرب الجارية له فما ظنك بمن يسمعهن الرجال ويرقصهن ويطربهن وقد ذكر أبو طالب المكي أن عبد الله بن جعفر كان يسمع الغناء قال المثنف رحمه الله وإنما كان يسمع إنشاد جواريه وقد أردف ابن طاهر الحكاية التي ذكرها عن الشافئي وقد ذكرناها آنفا بحكاية عن أحمد بن حنبل رواها من طريق عبد الرحمن السلمي عن صالح بن أحمد بن حنبل قال كنت أحب السماع وكان أبي أحمد يكره ذلك فوعدت ليلة ابن الخبازة فمكث عندي إلى أن علمت أن أبي قد نام وأخذ يغني فسمعت حس أبي فوق السطح فصعدت فرأيت أبي فوق السطح يسمع وذيله تحت إبطه يتبختر على السطح كأنه يرقص قال المصنف رحمه الله هذه الحكاية قد بلغتنا من طرق ففي بعض الطرق عن صالح قال كنت أدعو ابن الخبازة القصائدي وكان يقول ويلحن وكان أبي في الزقاق يذهب ويجيء ويسمع إليه وكان بيننا وبينه باب وكان يقف من وراء الباب يستمع وعن عبد الله بن أحمد قال كنت أدعو ابن الخبازة القصائدية وكان يقول ويلحن وكان أبي ينهان عن التغني فكنت إذا كان ابن الخبازة عندي أكتمه عن أبي لألا يسمع فكان ذات ليلة عندي وكان يغني فعارضت لأبي عندنا حاجة وكنا في زقاق فجاء فسمعه يغني فتسمع فوقع في سمعه شيء من قوله فخرجت لأنظر فإذا بأبي ذاهبا وجائيا فردت الباب فدخلت فلما كان من الغذي قال لي يا بني إن كان هذا نعم هذا الكلام أو معناه قال المصنف رحمه الله وهذا ابن الخبازة كان ينشد القصائد الزهديات التي فيها ذكر الآخرة ولذلك استمع إليه أحمد وقول من قال ينزعج فإن الإنسان قد يزعجه الطرب فيميل يمينا وشمالا وأما رواية ابن طاهر التي فيها فرأيته وذيله تحت إبطه يتبختر على السطح كأنه يرقص فإنما هو من تغيير الرواه وتغييرهم يظنونه المعنية تصحيحا لمذهبهم في الرقص وقد ذكرنا القبح في السلمي وفي ابن طاهر الروايين لهذه اللفظات وقد احتج لهم أبو طالب المكي على جواز السماع بمنامات وقسم السماع إلى أنواع وهو تقسيم صوفي لا أصل له وقد ذكرنا أن من ادعى أنه يسمع الغناء ولا يؤثر عنده تحريك النفس إلى الهوى فهو كاذب وقد أخبرنا أبو القاسم الحريري عن أبي طالب الطبري قال قال بعضهم إنا لا نسمع الغناء بالطبع الذي يشترك فيه الخاص والعام قال وهذا تجاهل منه عظيم لأمرين أحدهما أنه يلزمه على هذا يستبيح العودة والطنبور وسائر الملاهي لأنه يسمعه بالطبع الذي لا يشاركه فيه أحد من الناس فإن لم يستبح ذلك فقد ناقض قوله وإن استباح فقد فسق والثاني أن هذا المدعي لا يخلو من أي الدعية أنه فارق طبع البشر وصار بمنزلة الملائكة فإن قال هذا فقد تخرص على طبعه وعالم كل عاقل كذبة إذا رجع إلى نفسه ووجب أن لا يكون مجاهدا لنفسه ولا مخالفا لهوى ولا يكون له ثواب على ترك اللذات والشهوات وهذا لا يقوله عاقل وإن قال أنا على طبع البشر المجبول على الهوى والشهوة قلنا له فكيف تسمع الغناء المطرب بغير طبعك أو تطرب لسماعه لغير ما غرس في نفسك حاشية الطنبور فارسي معرب وهو آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار انتهت الحاشية وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا القاسم الدمشقية يقول سئل أبو علي الروز باري عن من سمع الملاهي ويقول هي لي حلال لأني قد وصلت إلى درجة لا تؤثر فيي اختلاف الأحوال فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة السادسة والخمسين بعد الثلاثمئة انتهى قال المصنف رحمه الله فإن قيل قد بلغنا عن جماعة أنهم سامعوا من المنشر شيئا فأخذوه على مقصودهم فانتفعوا به قلنا لا ينكر أن يسمع الإنسان بيتا من الشعر أو حكمة فيأخذها إشارة فتزعجه بمعناها لا لأن الصوت مطرب كما سمع بعض المريدين صوت مغنية تقول كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل فصاح ومات فهذا لم يقصد سماع المرأة ولم يلتفد إلى التلحين وإنما قتله المعنى ثم ليس سماع كلمة أو بيت لم يقصد سماعه كالاستعداد لسماع الأبيات المذكورة الكثيرة المطربة مع انضمان الضرب بالقضيب والتصفيق إلى غير ذلك ثم إن ذلك السامع لم يقصد السماع ولو سألنا هل يجوز لي أن أقصد سماع ذلك منعناه قال المصنف رحمه الله وقد احتج لهم أبو حامد التوصي بأشياء نزل فيها عن رتبته عن الفهم مجموعها أنه قال ما يدل على تحريم السماع نص ولا قياس وجواب هذا ما قد أسلفناه وقال لا وجه لتحريم سماع صوت طيب فإذا كان موزونا فلا يحرم أيضا وإذا لم يحرم الآحد فلا يحرم المجموع فإن أفراد المباحات إذا اجتمعت كان المجموع مباحا قال ولكن ينظر فيما يفهم من ذلك فإن كان فيه شيء محظور حارم نفره ونظمه وحارم التصويت به قال المصنف رحمه الله قلت وإني لأتعجب من نسب هذا الكلام فإن الوتر بمفرده أو العود وحده من غير وتر لو ضرب لم يحرم ولم يطرب فإذا اجتمع وضرب بهما على وجه المخصوص حارم وأزعج وكذلك ماء العنب جائز شربه وإذا حدثت فيه شدة مطربة حارم وكذلك هذا المجموع يجب طربا يخرج عن الاعتدال فيمنع منه لذلك وقال ابن عقيل الأصوات على ثلاثة أضرب محرم ومكروه ومباح فالمحرم الزمر والناي والسرنى والطنبور والمعزفة والرباب وما مثلها حاشية سرناي مزمار معروف وهو معرب انتهى نص الإمام أحمد بن حنبل على تحريم ذلك ويلحق به الجرافة والجنك حاشية في نسخة الحراية وفي أخرى الجرانة والجنك آلة للطرب معروفة وهي معرب جنك بالجيم الفارسية ومما عربه المحدثون فهي عامية مبتذلة شفاء الغليل للشهاب الخفاجي انتهت الحاشية لأن هذه تطرب فتخرج عن حد الاعتدال وتفعل في اطباع الغالب من الناس ما يفعله المسكر وسواء استعمل على حزن يهيده أو سرور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوتين أحمقين صوت عند نغمة وصوت عند مصيبة والمكروه القضيب لكنه ليس بمطرب في نفسه وإنما يطرب بما يتبعه وهو تابع للقول والقول مكروه ومن أصحابنا من يحرم القضيب كما يحرم آلات الله كما يحرم آلات الله فيكون فيه وجهان كالعود نفسه والمباح الدف وقد ذكرنا عن أحمد أنه قال أرجو أن لا يكون بالدف بأس في العرس ونحوه وأكره الطبل وقد قال أبو حامد من أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقائه فالسماع في حقه مؤكد لعشقه قال المصنف رحمه الله قلت وهذا قبيح أن يقال عن الله عز وجل يعشق وقد بينا فيما تقدم خاطأ هذا القول ثم أي توكيد لعشقه في قول المغني ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النار تقتدح قال المصنف رحمه الله قلت وسامع ابن عقيل بعض الصوفية يقول إن مشايخ هذه الطائفة كلما وقفت طباعهم حداها الحال إلى الله بالأناشيد فقال ابن عقيل لا كرمة لهذا القائل إنما تحدى القلوب بوعد الله في القرآن ووعيده وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى قال وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ أَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا الأنثال الثانية وما قال وَإِذَا أُنْشِدَتْ عَلَيْهِ الْقَصَائِبْ تُرِبَتْ فأما تحريك الطباع بالألحان فقاطع عن الله والشعر يتضمن صفة المخلوق والمعشوق مما يتعدد عنه فتنه ومن سولت له نفسه التقاط العبر من محاسن البشر وحسن الصوت فمفتون بل ينبغي النظر إلى المحال التي أحلنا عليها الإبل والخيل والرياح ونحو ذلك فإنها منظورات لا تهيد طبعا بل تورث استعواما للفاعل وإنما خدعكم الشيطان فصرتم عبيد شهواتكم ولم تقفوا حتى قلتم هذه الحقيقة وأنتم زنابقة في زي عباد شرهين في زي جهاد مشبهة تعتقدون أن الله عز وجل يعشق ويهام فيه ويؤلف ويؤنس به وبئس التولهم لأن الله عز وجل خلق الذوات مشاكلة لأن أصولها مشاكلة فهي تتآنس وتتألم بأصولها العنصرية وتراكي بها المثلية في الأشكال الحديثة فمن هنا جاء التلاوم والميلو وعشق بعضهم بعضا وعلى قدر التقارب في الصورة يتأكد الأنس والواحد منا يأنس بالماء لأن فيه ماء وهو بالنبات آنس لقربه من الحيوانية بالقوة النمائية وهو بالحيوان آنس لمشاركته في أخص النوع به أو أقربه إليه فإن مشاركة للخالق والمخلوق حتى يحصل الميل إليه والعشق والشوق وما الذي بين الطين والماء وبين خالق السماء من المناسبة وإنما هؤلاء يصورون الباري سبحانه وتعالى صورة تثبت في القلوب وما ذاك الله عز وجل ذاك صنم شكله الطبع والشيطان وليس لله وصف تميل إليه الطباع ولا تشتاق إليه الأنفس وإنما مباينة الإلهية للمحدث أوجبت في الأنفس هيبة وحشمة فيما يدعيه عشاق الصوفية لله في محبة الله إنما هو وهم اعترد وصورة شكلت في نفوس فحجبت عن عبادة القديم فتددد بتلك الصورة أنس فإذا غابت بحكم ما يقفضه العقل أقلقهم الشوق فنالهم من الوجد وتحرك الطبع والهيمان ما ينال الهائمة في العشق فنعوذ بالله من الهواجس الرديئة والعوارض الطبيعية التي يجب بحكم الشرع نحوها على القلوب كما يجب كسر الأصنام فصل قال المصنف رحمه الله وقد كان جماعة من قدماء الصوفية ينكرون على المبتد السماع لعلمهم بما يثير من قلبه عن عبد الله بن صالح قال قال لي جنيد إذا رأيت المريد يسمع السماع فاعلم أن فيه بقايا من اللعب وعن أبي الحسن النوري أنه قال لبعض أصحابه إذا رأيت المريد يسمع القصائد ويميل إلى الرفاهية فلا ترج خيره قال المصنف رحمه الله هذا قول مشايخ القوم وإنما ترخص المتأخرون لحب له فتعدى شرهم من وجهين أحدهما سوء ظن العوام بقدمائهم لأنهم يظنون أن الكل كانوا هكذا والثاني أنهم جرأوا العوام على اللعب فليس للعام ني حجة في لعبه إلا أن يقول فلان يفعل كذا ويفعل كذا فصل قال المصنف رحمه الله وقد نشب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه على قراءة القرآن ورقت قلوبهم عنده بما لا ترق عند القرآن وما ذاك إلا لتمكن هوا باطن تمكن منه وغلب الطبع وهم يظنون غير هذا وعن أبي مصر السراج قال حكى لي بعض إخواني عن أبي الحسين الدراج قال قصدت يوسف بن الحسين الرازي من بغداد فلما دخلت الريا سألت عن منزله وكل من أسأل عنه يقول إيش تفعل بهذا الزنديق حاشية يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرازي سمع أحمد بن حنبن وصحب ذنون توفي سنة أربع وثلاثمائة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة السادسة والأشون والمئة والسابعة والأشون والمئة إيش منحوتة مأخوذة من أي زائد شيء فصارت إيش وهي بمعناه وقد تكلمت به العرب فالكلمة عربية انتهت الحاشية فضيقوا صدري حتى عزمت على الانصراف فبدت تلك الليلة في مسجد ثم قلت بيت إلى هذه البلدة فلا أقل من زيارته فلم أزل أسأل عنه حتى دفعت إلى مسجده وهو قاعد في المحراب بين يديه رجل على يديه مصحف وهو يقرأ فدنوت فسلمت فرد السلام وقال من أين قلت من بغداد قصدت زيارة الشيخ انتهى الشريط الثامن عشر من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي وجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع عشر من كتاب تلبيس إبليس نواصل القراءة في ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سماع الغناء والرد عليها ونقرأ قصة أبي الحسين الدراج مع يوسف ابن الحسين الرازي عن أبي نصر السراج قال حكى لي بعض إخواني عن أبي الحسين الدراج قال قصدت يوسف ابن الحسين الرازي من بغداد فلما دخلت الري سألت عن منزله وكل من أسأله عنه يقول إيش تفعل بذلك الزنديق فضيقوا صدري حتى عزمت على الانصراف فبدت تلك الليلة في مسجد ثم قلت جئت إلى هذه البلدة فلا أقل من زيارته فلم أزل أسأل عنه حتى دفعت إلى مسجده مسجده وهو قاعد في المحراب بين يديه رجل على يديه مصحف وهو يقرأ فدنوت فسلمت فرد السلام وقال من أين قلت من بغداد قصدت زيارة الشيخ فقال تحسن أن تقول شيئا فقلت نعم وقلت رأيتك تبني دائما في قطيعته ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته وثوبه حتى رحمته من كثرة بكائه ثم قال لي يا بني تلوم أهل الري على قولهم يوسف بن حسين زنديق ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن لم تقتر من عيني قطرة وقد قامت علي القيامة بهذا البيت وعن أبي عبد الرحمن السلامي قال فأخرجت إلى مر في حياة الأستاذ أبي سهل الصعركي وكان له قبل خروجي أيام الجمع بالغدوات مجلس درس القرآن والختمات فوجدته عند خروجي وقد رفع ذلك المجلس وعقد لابن الفرغاني في ذلك الوقت مجلس القوال يعني المغني فتداخلني من ذلك شيء فكنت أقول قد استبدل مجلس الختمات بمجلس القوال فقال لي يوما أي شيء تقول الناس فقلت يقولون رفع مجلس القرآن وعضع مجلس القوال فقال من قال لأستاذه لما لم يفلح حاشية فأخرجت فأخرجت إلى مر هناك مروان مرو الروز وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان وهي صغيرة بالنسبة لها ومرو الشاهجان وهي مرو العظمى أشهر مدن خراسان والنسبة إليها مروزي على غير قياس معجم البلدان اللزء الخامس الصفحة الثانية عشر بعد المئة إلى السادسة عشر بعد المئة وانتهت الحاشي قال المصنف رحمه الله هذه دعاة الصوفية يقولون الشيخ يسلم له حاله وما لنا أحد يسلم إليه حاله فإن الآدمي يرد عن مراداته بالشرع والعقل والبهاء بالصوت فصل وقد اعتقد قوم من الصوفية أن هذا الغناء الذي ذكرنا عن قوم تحريمة وعن آخرين كراهته مستحب في حق قوم النبي علي الدقاء قال السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم قال المصنف رحمه الله قلت وهذا غلط من خمسة أوجه أحدها أنا قد ذكرنا عن أبي حامد الغزالي أنه يباح سماعه لكل أحد وأبو حامد كان أعرف من هذا القائل والثاني أن طباع النفوس لا تتغير وإنما المجاهدة تكف عملها فمن ادعى تغير الطباع ادعى المحال فإذا جاء ما يحرك الطباع واندفع الذي كان يكفها عنه عادة العادة والثالث أن العلماء اختلفوا في تحريمه وإباحته وليس فيهم من نظر في السامع لعلمهم أن الطباعة تتساوى فمن ادعى خروج طبعه عن طباع الآدميين ادعى المحال والرابع أن الإجماع إن عقد على أنه ليس بمستحب وإنما غايته الإباحة فالدعاء لاستحباب خروج عن الإجماع والخامس أنه يلزم من هذا أن يكون سماع العود مباحا أو مستحبة عند من لا يغير طبعه لأنه إنما حرب لأنه يؤثر في الطباع ويدعوها إلى الهوى فإذا أمن ذلك فينبغي أن يباح وقد ذكرنا هذا عن أبي الطيب الطبري فصل قال المصنف رحمه الله وقد ادعى قوم منهم أن هذا السماع قربة إلى الله عز وجل قال أبو طالب المكي حدثني بعض أشياخنا عن الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواطن عند الأكل لأنهم لا يأكلون إلا عن فاقة وعند المذاكرة لأنهم يتجاوزون في مقامات الصديقين وأحوال النبيين وعند السماع لأنهم يسمعون بوجه ويشهدون حقا قال المصنف رحمه الله قلت وهذا إن صح عن الجنيد وأحسننا به الظن كان محمولا على ما يسمونه القصائد الزهدية فإنها توجب الرقة والبكاء فأما أن تنزل الرحمة عند وصف سلوى وليلة ويحمل ذلك على صفات الباري سبحانه وتعالى فلا يجوز أتقاد هذا ولو صح لازمت الإشارة من ذلك كانت الإشارة مستغرقة في جنب غلبة الطباع ويدل على ما حملنا الأمر عليه أنه لم يكن ينشد في زمان الجنيد مثل ما ينشد اليوم إلا أن بعض المتأخرين قد حمل كلام الجنيد على كل ما يقال فعن شيخنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ قال كان أبو الوفا الفيروز آبادي شيخ رباط الزوزني صديقا لي فكان يقول لي والله إني لأدعو لك وأذكرك وقت وضع المخدة والقول قال فكان الشيخ عبد الوهاب يتعجب ويقول أترون هذا يعتقد أن ذلك وقت إجابة إن هذا العظيم وقال ابن عقيل قد سمعنا منهم أن الدعاء عند حدو الحادي وعند حضور المخدة مجاب وذلك أنهم يعتقدون أنه قربة يتقرب بها إلى الله تعالى قال وهذا كفر لأن من اعتقد الحرام أو المكروه قربة كان بهذا لاعتقاد كافرا قال والناس بين تحرينه وكراهيته قال صالح المري أبطأ الصرع نهضة صريع هوى يدعيه إلى الله قربة وأثبت الناس قدما يوم القيامة آخذوهم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن أبي الحارث الأولاسي قال رأيت إبليس في المنام على بعض سطوح أولاس حاشية حصن على ساحل بحر الشام من نواحي طرصوس فيه حصن يسمى حصن الزهاد معجم البلدان الجزء الأول الصفحة السابعة والسبعون والثلاثمائة وانتهت الحاشية وأنا على سطح وعلى يمينه جماعة وعلى يساره جماعة وعليهم ثياب لطاف فقال لطائفة منهم قولوا وغنوا فاستغرقني حتى هننت أن أطرح نفسي من السطح ثم قال ارقصوا فرقصوا أطيب ما يكون ثم قال لي يا أبا الحارث ما أصبت منكم شيئا أدخل به عليكم إلا هذا ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد قال المصنف رحمه الله هذه الطائفة إذا سمعت الغناء تواجدت وصفقت وصاحت ومزقت الثياب وقد لبس عليهم إبليس في ذلك وبالغ وقد احتجوا بما أخبرنا به عن أبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوصي قال وقد قيل له إنه لما نزلت وإن جهنم لموعدهم أجمعين الحجر الثالثة والأربعون صاح سلمان الفارسي صيحة ووقع على رأسه ثم خرج هاربا ثلاثة أيام واحتجوا بما أخبرنا به عن عيسى بن سليم عن أبي وائل قال خرجنا مع عبد الله ومعنا الربيع ابن خثيم فمررنا على حداد فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار فنظر الربيع إليها فما لليسقط ثم إن عبد الله مضى حتى أتينا على أتون على شاطئ الفرات فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا إلى قوله ثبورا كثيرا الفرقان من الثانية عشر إلى الرابعة عشر فصائق الربيع واحتملناه إلى أهله ورابطه عبد الله حتى يصلي الظهر فلم يفق ثم رابطه إلى العصر فلم يفق ثم رابطه إلى المغرب فأفاق فرجع عبد الله إلى أهله قالوا وقشتري عن خلق كثير من العباد أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن فمنهم من يموت ومنهم من يصعق ويوشى عليه ومنهم من يصيح وهذا كثير في كتب الزهد والجواب أما ما ذكره عن سلمان فمحال وكذب ثم ليس له إسناد والآية نزلت بمكة وسلمان إنما أسلم بالمدينة ولم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلا وأما حكاية الربيع بن خثيم فإن راويها عيسى بن سليم وفيه مغمز وعن أبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي قال قال أحمد بن حنبل عيسى بن سليم عن أبي وائل لا أعرفه قال العقيلي وحدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني بن آدم قال سمعت حمزة الزيات قال لسفيان إنهم يروون على الربيع بن خثيم أنه صعق قال ومن يروي هذا نما كان يرويه ذاك القاص يعني عيسى بن سليم فلقيته فقلت عمن تروي أنت ذا منكرا عليه حاشية الأتون الموقد الكبير كموقد الحمام والجصاص حمزة بن حبيب وحمزة الزيات ابن عمارة الزيات الكوفي الفرضي التيمي كان إمام الناس بالكوفة في القراءة بعد عاصم والأعمش وكان ثقة حجة قيما بكتاب الله قال عنه شيخه الأعمش هذا حبر القرآن توفي سنة 56 شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري في الجزء الأول صفحة الثالثة بعد المائتين وانتهت الحاشية قال سمعت حمزة الزيات قال لسفيان إنهم يرون على الربيع بن خثيم أنه صعق إلى آخر رواية قال المصنف رحمه الله قلت فهذا سفيان الثوري ينكر أن يكون الربيع بن خثيم جرى له هذا لأن الرجل كان على السمت الأول وما كان في الصحابة ما يجري له مثل هذا ولا التابعين ثم نقول على تقدير الصحة إن الإنسان قد يخشى عليه من الخوف فيسكنه الخوف ويسكته فيبقى كالميت وعلامة الصادق أنه لو كان على حائط لوقع لأنه غائب فأما من يدعي الوج ويتحفظ من أن تزل قدمه ثم يتعدى إلى تخريق الثياب وفعل المنكرات في الشرع فإنا نعلم قطع أن الشيطان يلعب به عن أحمد بن عطاء قال كان للشبلي يوم الجمعة نظرة ومن بعدها صيحة فصاح يوما صيحة تشوش من حوله من الخلق وكان بجنب حلقته حلقة أبي عمران الأشيب فحارد أبو عمران وأهل حلقته حاشية تشوش عليه الأمر اختلط والتبس حارد فلان حرد قصد وحارد عن قومه يأتزلهم انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله واعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصفى القلوب وما كانوا يزيدون عن الوجد على البكاء والخشوع فجرى من بعضهم نحو ما أنكرناه فبالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنكار عليها عن أنس قال وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإذا رجل قد صائق فقال نبي صلى الله عليه وسلم من ذا الملبس علينا ديننا إن كان صادقا فقد شهر نفسه وإن كان كاذبا فمحقه الله حاشية ضعيف في إسناده يوسف بن عطية بن ثابت الصغار البصري متروك من الثامنة وقال الذهبي مجمع على ضعفه متروك التقريب الجزء الثاني صفحة الحالية والثمانون والثلاثمائة ميزان الاتدال الجزء الرابع صفحة التاسعة والستون والاربعمائة انتهت وعن أنس بن مالك أيضا قال ذكر عنده هؤلاء الذين يصعقون عند القراءة فقال أنس لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى سمعنا للقوم حنين حين أخذتهم الموائضة وما سقط منهم أحد حاشية ضعيف في إسناده روح بن عطاء ابن أبي ميمونة قال فيه ابن معين ضعيف الحديث وضعفه النسائي وغيره الضعفاء والمتروكون للدار قطني في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المائتين والضعفاء الكبير في الصفحة الرابعة والتسعين بعد الأربعمائة انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وهذا حديث الأرباض ابن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موائضة ذرفت منها العيون وواجلت منها القلوب حاشية سبق تخريجه في بداية الكتاب انتهى قال أبو بكر الآدري ولم يقل صرخنا ولا ضربنا صدورنا كما يفعل كثير من الجهال الذين يتلعب به مش شيطان وعن حسين ابن عبد الرحمن قال قلت لأسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قراءة القرآن قالت كانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم عز وجل تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم فقلت لها إن هنا رجالا إذا قرئ على أحدهم القرآن غشي عليه فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعن أكرمة قال سألت أسماء بنت أبي بكر هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف قالت لا ولكنهم كانوا يبكون وعن أبي حازم قال مر ابن عمر رضي الله عنه برجل ساقط من العراق فقال ما شأنه فقالوا إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا قال إنا لنخشى الله عز وجل وما نسقط وعن ابن عباس أنه ذكر الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن فقال إنهم ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم مضلون وعن قتادة قال قيل لأنس بن مالك إن ناسا إذا قرئ عليهم القرآن يصعقون فقال ذاك فعل الخوارج وعن أحمد بن سعيد الدمشقي قال بلغ عبد الله بن الزبير أن ابنه عامرا صاحب قوما يتصعقون عند قراءة القرآن حشيه يقال صاعق الرجل أصابته الصائقة وغشي عليه وهلك ويتصعقون أن يظهرون أنهم قد غشي عليهم انتهت الحاشية فقال له يا عامر لا أعرفن ما صاحبت الذين يصعقون عند القرآن لأوس عنك جلدا وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال جئت إلى أبي فقال أين كنت فقلت وجدت أقواما ما رأيت خيرا منهم يذكرون الله عز وجل فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله عز وجل فقعدت معهم قال لا تقعد معهم بعدها فرآني كأني لم يأخذ ذلك في فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن ولا يصيبهم هذا أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم حاشية حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء الثالث صفحة السابعة والستون والمئة والثامنة والستون والمئة انتهت الحاشية وعن عمر وعن عمر بن مالك قال تفيض من الدم وعن عمر بن مالك وعن عمر بن مالك المائدة الثالثة والثمانون وعن عمر بن مالك وعن عمر بن مالك انه شهد مالك انه شهد محمد بن سيرين وعن عمران بن عبد العزيز قال سمعت محمد بن سيرين وسئل عن من يستمع القرآن فيصعق فقال معاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن سقطوا فهم كما يقولون حاشية الحية لأبي نعيم الجزء الثاني الصفحة الخامسة والستونة بعد المائتين انتهى وعن الحسن أنه وعظ يوما فتنفس رجل في مجلسه فقال الحسن إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك وإن كان لغير الله فقد هلكت وعن عبد الكريم بن رشيد قال كنت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته فقال الحسن إن الشيطان لا يبكي هذا الآن قال الفضيل بن عياض لابنه وقد سقط يا بني إن كنت صادقا لقد فضحت نفسك وإن كنت كاذبا فقد أهلكت نفسك وعن المرتعش قال رأيت أبا عثمان سعيد بن عثمان الواعظ وقد تواجد إنسان بين يديه فقال له يا بني إن كنت صادقا فقد أظهرت كل مالك وإن كنت كاذبا فقد أشركت بالله فصل قال المصنف رحمه الله فإن قال قائل إنما يفرض الكلام في الصادقين لا في أهل الرياء فما تقول في من أدركه الوجد ولم يقدر على دفعه فالجواب إن أول الوجد زعاد في الباطن فإن كف الإنسان نفسه كي لا يطلع على حاله يأس الشيطان منه فبعد عنه كما كان أيوب السختياني إذا تحدث فرق قلبه مسح أنفه وقال ما أشد الزكام وإن أهمل الإنسان نفسه ولم يبالي بظهور وجده أو أحب الطلاع الناس على نفسه نفخ فيه الشيطان فانزعج على قدر نفخه وعن امرأة عبد الله قالت جاء عبد الله ذات يوم وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير حاشية الحمرة مرض وبائي يسبب حمى وبقع حمراء في الجلد ولا تدخل جراثيمه في الجلد إلا من خجس أو جرح انتهت الحاشية فأدخلتها تحت السرير قالت فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنق خيطا فقال ما هذا الخيط قلت خيط رقيا لي فيه رقيا فأخذه وقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الرقى والتمائم والتولة شركاء حاشية صحيح أبو داود في الطب باب في تعليق التمائم برقم ثلاثة وثمانين وثمانمائة بعد ثلاثة الآلاف وابن ماجة في الطب باب تعليق التمائم برقم ثلاثين وخمسمائة وثلاثة آلاف أحمد في المسند الجزء الأول صفحة الحادية والثمانون وثلاثمائة الحاكم في المستدرك الجزء الرابع صفحة السابعة عشر بعد المائتين صحيح الجامع الصفحة الثانية وثلاثون وستمائة بعد الألف السلسلة الصحيحة الصفحة الحادية والثلاثون وثلاثمائة الرقى العوذة والمراد ما كان بأسماء الأصنام أو الشياطين لا ما كان بالقرآن ونحوه التمائم يراد بها الخرزات التي يعلقها المساء في أعناق الأولاد على ظن أنها تؤثر وتدفع العين انتهت الحاشية قال فقلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقلف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت قال إنما ذاك من عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما حاشية صحيح البخاري في الطب باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم وباب مسح الراق الوجع بيده اليمنى الجزء العاشر صفحة السادسة عشر بعد المائتين والحادية والعشرون بعد المائتين مسلم في السلام باب استحباب رقية المريض صفحة السادسة والاربعون والثامنة والاربعون تنبيه الحديثان السابقان ورد ذكرهما في سياق واحد وهو القصة عن امرأة عبد الله والقصة أساسا تتبع الحديث الأول لكني رأيت أن من الأفضل تخريج كل حديث منهما على حدة خشية للتباس وانتهت الحاشية قال المصمف رحمه الله التوالة ضرب من السحر يحبب المرأة إلى زوجها وعن أبي عيسى أو عيسى قال ذهبت إلى عبد الله بن عمر فقال أبو السوار يا أبا عبد الرحمن إن قوما عندنا إذا قرأ عليهم القرآن يركض أحدهم من خشية الله حاشية ركض عذا مسرعا وركض الأرض برجله ضربها في أثناء مشيه انتهت الحاشية قال كذبت قال بلى ورب هذه البنية قال ويحك إن كنت صادقا فإن الشيطان ليدخل جوف أحدهم والله ما هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فصل فإن قال قائل فنفرض أن الكلام في من اجتهد في دفع الوجد فلم يقدر عليه وغلبه الأمر فمن أين يدخل الشيطان فالجواب إنا لا ننكر ضعف بعض الطباع عن الدفع إلا أن علامة الصادق أنه لا يقدر على أن يدفع ولا يدري ما يجري عليه فهو من جنس قوله عز وجل وخر موسى صائقا الأعراف الثالثة والأربعون والمئة وعن خالد بن خداش قال قرئ على عبد الله بن وهد كتاب أهوال القيامة فخر مغشيا عليه فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ذلك بأيام قال المصنف رحمه الله قلت وقد مات خلق كثير من سماع الموعظة وغشي عليهم قلنا هذا التواجد الذي يتضمن حركات المتواجدين وقوة صياحهم وتخبطهم فظاهره أنه متعمل والشيطان معين عليه قال المصنف رحمه الله فإن قيل فهل في حق المخلص نقص بهذه الحالة الطارئة عليه قيل نعم من جهتين أحدهما أنه لو قوي العلم أمسك والثاني أنه لو خولف به طريق الصحابة والتابعين ويكفي هذا نقصا وعن سفيان بن عيينة قال سمعت خلف بن حوشب يقول كان خوات يرعد عند الذكر فقال له إبراهيم إن كنت تملكه فما أبالي أن لا أعتد بك وإن كنت لا تملكه فقد خالفت من كان قبلك وفي رواية فقد خالفت من هو خير منك قال المصنف رحمه الله قلت إبراهيم هو النخعي الفقيه وكان متمسكا بالسنة شديد الاتباع للأثر وقد كان خوات من الصالحين البعداء عن التصنع وهذا خطاب إبراهيم له فكيف بمن لا يخفى حاله في التصنع انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد فصل فإذا طرب أهل التصوف لسماع الغناء صفقوا عن أبي علي ابن الكاتب قال كان ابن بنان يتواجد وكان أبو سعيد الخراز يصفق له قال المصنف رحمه الله قلت والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال وتتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي التي همهم الله عز وجل بها فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية الأمثال الخامسة والثلاثون فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق وعن ابن عباس إلا مكاء يعني التصفير وتصدية يقول التصفيق حاشية قاله عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد واكرمة وابن ذبير وغيرهم انظر تفسير ابن كثير في الجزء الثاني الصفحة السادسة بعد الثلاثمئة انتهى قال المصنف رحمه الله قلت وفيه أيضا تشبه بالنساء والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة فصل فإذا قوي طربهم رقصوا وقد احتج بعضهم بقوله تعالى لأيوب اركض برجلك صاد الثانية والاربعون قال المصنف رحمه الله قلت وهذا الاحتجاج بارد لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحة كان لهم فيه شبهة وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء قال ابن عقيل أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازا من الرقص ولئن جازا أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوان دلالة على جوهز الرقص في الإسلام جازا يجعل قوله تعالى لموسى اضرب بعصاك الحجر دلالة على ضرب الجناد بالقطبان نعوذ بالله من التلاعب بالشرع الآية من سورة البقرة الآية الستون واحتج بعض ناصريهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني وأنا منك فحجل وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي فحجل وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فحجل حاشية صحيح أحمد في المسند الجزء الأول صفحة الثامنة بعد المئة ورواية الصحيحين بدون ذكر الحجل انتهت الحاشية ومنهم من احتج بأن الحبشة زافنت والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم حاشية صحيح مسلم في العيدين باب الرخصة في اللعب الصفحة العشرون انتهى فالجواب أما الحجل فهو نوع من المشي يفعل عند الفرح فأين هو من الرقص وكذلك زفن الحبشة نوع من المشي بتشبيب يفعل عند اللقاء بالحراب واحتج لهم أبو عبد الرحمن السلمي على جواز الرقص بما روي عن إبراهيم بن محمد الشافعي أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة مكة فسمع الأخصر الحداء يتغنى في دار العاص بن وائل بهذا تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطراتي فلما رأت ركبا نميري أعرضت وهن من أن يلقينه حذراتي قال فضرب برجله الأرض زمانا بعد أن سمع الأخصر الحداء حاشية نعمان واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت انتهى قال فضرب برجله الأرض زمانا وقال هذا مما يلذ سماعه وكانوا يرون الشعر لسعيد بن المسيب قال المصنف قلت هذا إسناده مقطوع مظلم لا يصح عن ابن المسيب ولا هذا شعره كان ابن المسيب أوقر من هذا وهذه الأبيات مشهورة لمحمد بن عبد الله بن نمير النميري الشاعر حاشية محمد بن عبد الله بن نمير بن خرشة الثقافي النميري شاعر غزل من شعراء العصر الأموي مولده ومنشأه ووفاته نحو سنة التسعين في الطائف كان كثير التشبيب بزينب أخت الحجاج وأرق شعره ما قاله فيها ومنه قصيدته التي مطلعها تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطراتي وتهدده الحجاج فلم يأبه له النميري فلما بلغ الحجاج من الشأن ما بلغ طلب النميري ففر إلى اليمن وأقام بعدا مدة ثم قصد عبد الملك بن مروان مستجيرا به فأجاره وعفى عنه الحجاج وقد جمع شعره في ديوان صغير الأعلام الجزء السادس الصفحة العشرون بعد مئتين انتهت الحاشية وهذه الأبيات مشهورة لمحمد بن عبد الله بن نمير النميري الشاعر ولم يكن نمريا وإنما نسب إلى اسم جده وهو ثقافي وزينب التي كان يشبب بها هي بنت يوسف أخت الحجاج وسأله عبد الملك بن مروان عن الركب ما كان فقال كان أحمرة عجافة حملت عليها قطرانا من الطائف فضحك وأمر الحجاجة ألا يؤذيه حاشية عجاف جمع لأعجف وعجفاء على غير قياس والمعنى الهزيلة انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله ثم لو قدرنا أن ابن المسيب ضرب برجله الأرض فليس في ذلك حجه على جواز الرقص فإن الإنسان قد يضرب الأرض برجله أو يدقها بيده لشيء يسمعه ولا يسمى ذلك رقصا فما أقبح هذا التعلق وأين ضرب الأرض بالقدم مرة أو مرتين من رقصهم الذي يخرجون به عن سمت العقلاء ثم دعونا من الاحتجاج تعالوا نتقاضى إلى العقول أي معنى في الرقص إلا اللعب الذي يليق بالأطفال وما الذي فيه من تحريك القلوب إلى الآخرة هذه والله مكابرة باردة ولقد حدثني بعض المشايخ عن الغزالية أنه قال الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا بالتعب وقال أبو الوفاء ابن عقيل قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا الإسراء السابعة والثلاثون وذن المختال فقال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور لقمان الثامنة عشرة والرقص أشد المرح والبطر أولسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسكر فما بالنا لا نقيس القضيبة وتلحين الشار معه على الطنبور والمزمار والطبل لاجتناعهما في الإطراب وهل شيء يزري بالعقل والوقار ويخرج عن سمت الحلم والأدب أقبح من ذي لحية يرقص فكيف إذا كانت شيبة ترقص وتصفق على وقاع الألحان والقطبان خصوصا إذا كانت أصوات نساء ومردان وهل يحسن بمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط ثم هو إلى إحدى الدارين صائر أن يشمس بالرقص شمس البهائم ويصفق تصفيق النسوة والله لقد رأيت مشايخ في عصري ما بان لهم سن في تبسم فضلا عن ضحك مع إدمان مخالطتي لهم كالشيخ أبي القاسم ابن زيدان وعبد الملك ابن بشران وأبي طاهر ابن علاث والجنيد والدينوري حاشية شمست الداب جمحت ونفرت وشمس فلان تأبى واستعصى انتهت الحاشية فصل فإذا تمكن الطرب من الصوفية في حال رقصهم جاذب أحدهم بعض الجلوس ليقوم معه ولا يجوز على مذهبهم للمجذوب أن يقعد فإذا قام قام الباقون تبعا له فإذا كشف أحدهم رأسه كشف الباقون رؤوسهم موافقة له ولا يخفى على عاقل أن كشف الرأس مستقبح وفيه إسقاط مروءة وترك أدب وإنما يقع في المناسك في المناسك تعبدا لله وذلا له فصل فإذا اشتد طربهم رموا ثيابهم على المغني فمنهم من يرمي بها صحاحة ومنهم من يخرقها ثم يرمي بها وقد احتج لهم بعض الجهال فقال هؤلاء في غيبة فلا يلامون فإن موسى عليه السلام لما غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل رمى الألواح فكسرها ولم يدر ما صنع والجواب أن نقول ما يصحح عن موسى بأنه رماها رمي كاسر والذي ذكر في القرآن إلقاؤها فحسب فمن أين لنا أنها تكسرت ثم لو قيل تكسرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كان في غيبة حتى لو كان بين يديه حينئذ بحر من نار لخاضه ومن يصحح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغنية من غيره ويحذرون من بئر إن كانت عندهم ثم كيف يقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلاء السفهاء ولقد رأيت شابا من الصوفية يمشي في الأسواق ويصيح والغلمان يمشون خلفه وهو يبربر ويخرج إلى الجمعة فيصيح صيحات وهو يصلي الجمعة فسئلت عن صلاته فقلت إن كان وقت صياحه غائب فقد بطل وضوءه وإن كان حاضرا فهو متصنى وكان هذا الرجل جلدا لا يعمل شيئا بل يدار له بزنبيل في كل يوم فيجمع له ما يأكل هو وأصحابه فهذه حالة المتأكلين للمتوكلين حاشية الزنبيل يبدو أن هذه الكلمة عامية ليست بالفصيحة ومعناها الوعاء الذي يشبه القفة في اتساعها انتهت الحاشية ثم لو قدرنا أن القوم يصيحون عن غيبة فإن تعرضهم لما يغطي على العقول من سماع ما يطرب منهي عنه كالتعرض لكل ما غالبه الأذى وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال خطأ وحرام وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وعن شق الجيوب فقال له قائل فإنهم لا يعقلون ما يفعلون قال إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب عليهم فيزيل عقولهم آثموا بما يدخل عليهم من التخريق وغيره مما يفسد ولا يسقط عنهم خطاب الشرع لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذه المواضع التي تفضي إلى ذلك كما هم منهيون عن شرب المسكر فإذا سكروا وجرى منهم إفساد الأموال لم يسقط الخطاب لسكرهم كذلك هذا الطرب الذي يسميه أهل التصوف وجداء إن صدقوا فيه فسكر طبع وإن كذبوا فنبيذ ومع الصح فلا سلامة فيه مع الحالين وتجنب مواضع الريب واجب واحتج لهم ابن طاهر في تخريقه مثياب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت نصبت حجلة لي فيها رقم فمدها النبي صلى الله عليه وسلم فشقها حاشية صحيح البخاري في اللباس باب مع وطئ من التصاوير في الجزء العاشر الصفحة الأربعمائة وفي مواضع أخرى ومسلم في اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه الصفحات السابعة والثمانون التسعون الحادية والتسعون الثانية والتسعون والخامسة والتسعون والرقم الوشي والنقش والحجلة الستر يزين بالثياب والستور للعروس انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله فانظر إلى فقه هذا الرجل المسكين كيف يقيس حال من يمزق ثيابه فيفسدها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال على مد ستر ليحط فانشق لا عن قصد أو كان عن قصد لأجل الصور التي كانت فيه وهذا من التشديد في حق الشارع عن المنهيات كما أمر بكسر الدنان في الخمور فإن ادعى مخرق ثيابه أنه غائب قلنا الشيطان غيبك لأنك لو كنت مع الحق لا حفظك فإن الحق لا يفسد وعن أبي عمران الجوني قال وعظ موسى بن عمران عليه السلام يوم فشق رجل منهم قميصه فأوحى الله عز وجل لموسى قل لصاحب القميص لا يشك قميصه أَيَشْرَحُ لِي عَنْ قَلْبِهِ حاشية انظر الحلية لأبي نعيم في الجزء السادس صفحة التسعين بعد المائتين انتهى فصل وقد تكلم مشايخ الصوفية في الخرق المرمية فقال محمد بن طاهر الدليل على أن الخرقة إذا طرحت صارت ملكا لمن طرحت بسببه حديث جرير جاء قوم مجتاب النمار فحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء رجل من الأنصار بصرة فتتابع الناس حتى رأيت كومين من فياب وطعام حاشية صحيح مسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة الرقم التاسع هو ستون وسبعون ومجتاب النمار نصب على الحالية أي لابسيها خارقين أوصاطها مقورين والنمار جمع نمره وهي ثياب صوف فيها تنمير امتهت الحاشية قال والدليل على أن الجماعة إذا قدموا عند تفريق الخرقة أسهم أسهم لهم حديث أبي موسى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنيمة وسلب فأسهم لنا حاشية صحيح البخاري في فرض الخمس باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين الجزء السادس الصفحة الثالثة وسبعون والمئتان وفي مواضع أخرى ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل جعفر ابن أبي طالب وأثماء بنت عميس وأهل سفينتهم برقم تسعة وستين ومئة وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله لقد تلعب هذا الرجل بالشريعة واستخرج بسوء فهمه ما يظله يوافق مذاهب المتأخرين من الصوفية فإنما عرفنا هذا في أوائلهم وبيان فساد استخراجه أن هذا الذي خرق الثوب ورمى به إن كان حاضرا فما جاز له تخريقه وإن كان غائبا فليس له تصرف جائز شرعا لاهبة ولا تمليكا وكذلك يزعمون بأن ثوبه كان كالشيء الذي يقع من الإنسان ولا يدري به فلا يدوز لأحد أن يتملكه وإن كان رماه في حال حضوره لا على أحد فلا وجه لتملكه ولو رماه على المغني لم يتملكه لأن التملك لا يكون إلا بعقد شرعي والرمي ليس بعقد ثم نقدر أنه ملك للمغني فما وجه تصرف الباقين فيه ثم إذا تصرفوا فيه خرقوه خرقا وذلك لا يجوز لوجهين أحدهما أنه تصرف فيما لا يملكونه والثاني أنه إضاعة للمال ثم ما وجه إسهام من لم يحضر فأما حديث أبي موسى فقال العلماء منهم الخطابي يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه وعرضا ممن شهد الوقع أو من الخمس الذي هو حقه وعلى مذهب الصوفية تعطى هذه الخرقة لمن جاء وهذا مذهب خارج عن إجماع المسلمين وما أشبه ما وضع هؤلاء بآرائهم الفاسدة إلا بما وضعت الجاهلية من أحكام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام قال ابن طاهر أجمع مشايخنا على أن الخرقة المخرقة ومن بعث من الخرق الصحاح الموافقة لها أن ذلك كله يكور بحكم الجمع يفعلون فيه ما يراه المشايخ واحتجوا بقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الواقعة وخالفهم شيخنا أبو إسماعيل الأنصاري فجعل الخرقة على ضربين ما كان مدروحا قسم على الجميع وما كان سليم دفع إلى القوال واحتج بحديث سلمة من قتل الرجل قالوا سلمة بن الأكوع قال له سلبه أجمع حاشية صحيح مسلم في الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل في الصفحة الخامسة والأربعين وانتهت الحاشية فالقتل إنما وجد من جهة القوال فالسلب له فالسلب له قال المصنف رحمه الله انظروا إخواني عصمنا الله وإياكم من تلبيس إبليس إلى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة وإجماع مشايخهم الذي لا يساوي إجماعهم بعرة فإن مشايخ الفقهاء أجمعوا على أن الموهوب لمن ووهب له سعو كان مخرقا أو سليما ولا يجوز لغيره التصرف فيه ثم إن سلب القتيل كل ما عليه فما بالهم جعلوه ما رمى به ثم ينبغي أن يكون الأمر على عكس ما قاله الأنصاري لأن المجروح من الثياب ما كان بسبب الوجد فينبغي أن يكون المجروح للمغني دون الصحيح وكل أقوالهم في هذا محال وهذيان وقد حكى لي أبو عبد الله التكريتي الصوفي عن أبي الفتوح الإسفرايني وكنت أنا قد رأيته وأنا صغير السن وقد حضر في جمع كثير في رباط وهناك المخاد والقطبان ودف بجلاجل فقام يرقص حتى وقعت عمامته فبقي مكشوف الرأس قال التكريتي إنه رقص يوما في خف له ثم ذكر أن الرقص في الخف خطأ عند القوم فانفرد وخلعه ثم نزع مطرفا كان عليه فوضعه بين أيديهم كفارة لتلك الجناية فاقتسموه خراخا قال ابن طاهر والدليل على أن الذي يطرح الخرقة لا يجوز أن يشتريها من الجمع حديث عمر لا تعودن في صدقتك قال المصنف انظر إلى بعد هذا الرجل عن فهم معاني الأحاديث فإن الخرقة المطروحة باقية على ملك صاحبها فلا يحتاج إلى أن يشتريها فصل وأما تقطيعهم الثياب المطروحة خرقا وتفريقها فقد بينا أنه إن كان صاحب الثوب لم يملكه بنفس الرمي المغني حتى يملكه إياه فإذا ملكه إياه فما وجه تصرف الغير فيه ولقد شهدت بعض فقهائهم يخرق الثياب ويقسمها ويقول هذه الخرق ينتفع بها وليس هذا بتفريط فقلت وهل التفريط إلا هذا ورأيت شيخا آخر منهم يقول خرقت خرقا في بلدنا فأصاب رجلا منها خريقة فعملها كنفة فباعه بخمسة دنامير حاشية الكنف والكنف كل وعاء لحفظ شيء وكنف الراعي والصانع والتاجر ما يحفظ فيه متاعه انتهت الحاشية فباعه بخمسة دنامير فقلت فقلت له إن الشرع لا يجيز هذه الرعونات لمثل هذه النوادر وأعجب من هذين الرجلين أبو حامد الطوصي فإنه قال يباح لهم تمزيق الثياب إذا خرقت قطعا مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات فإن الثوب يمزق حتى يخاط منه قميص ولا يكون ذلك تضيعا ولقد عجبت من هذا الرجل كيف سلبه حب مذهب التصوف عن أصول الفقه ومذهب الشافعي فنظر إلى انتفاع خاص ثم ما معنى قوله مربعة فإن المطاولة ينتفع بها أيضا ثم لو مزق الثوب قرامل لنتفع بها حاشية القرامل ضفائر من شعر أو غيره تصل بها المرأة شعرها انتهت الحاشية ولو كسر السيف نصفين لنتفع بالنصف غير أن الشرع يتلمح الفوائد العامة ويسمي ما نقص منها للانتفاع اتلافا ولهذا ينهى عن كسر الدرهان الصحيح لأنه يذهب منه قيمة بالإضافة إلى المكسور وليس العجب من تلبيس إبليس على الجهال منهم بل على الفقهاء الذين اختاروا بدع الصوفية على حكم أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين فصل ولقد أغربوا فيما ابتدعوا واعقام لهم الأعذار من إلى هواهم مال ولقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه باب السنة في أغذ شيء من المستغفر واحتج بحديث كعب بن مالك في توبته يجزئ كثلث حاشية سبق تخريجه انتهت ثم قال باب الدليل على أن من وجبت عليه غرامة فلم يؤدها ألزموه أكثر منها واستدل بحديث معاوية بن حيدة بحديث معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزكاة من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله حاشية حسن أبو داود في الزكاة باب في زكاة السائمة برقم خمسة وسبعين وخمسمائة بعد الألف والنسائي في الزكاة باب عقوبة مانع الزكاة الجزء الخامس صفحة الخامسة عشرة والسادسة عشرة وباب سقوط الزكاة عن الإبل الجزء الخامس صفحة الخامسة والعشرون وأحمد في المسند الجزء الخامس صفحة الثانية والرابعة والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة الثامنة والتسعون والثلاثمائة وصحيح الجامعة للألبانين برقم خمسة وستين ومائتين بعد أربعة الآلاف وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قلت فانظر إلى تلاعب هؤلاء وجهل هذا المحتج لهم وتسمية ما يلزم بعضهم بما لا يلزم غرامة وتسمية ذلك واجبا وليس لنا غرامة ولا وجوب إلا بالشرع وما تعتقد الإنسان ما ليس بواجب واجبا كفر ومن مذهبهم كشف الرؤوس عند الاستغفار وهذه بدعة تسقط المروءة وتنافي الوقار ولولا ورود الشرع بكشفه في الإحرام ما كان له وجه وأما حديث كعب بن مالك فإنه قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث لا على سبيل الإلزام له وإنما تبرع بذلك فأخذه منه وإن إلزام الشرع تارك الزكاة مما يزيد عليها عقوبة من إلزامه المريد غرامة لا تجب عليه فإذا امتنع ضاعفوها وليس إليهم الإلزام وإنما ينفرد بالإلزام الشرع وحده وهذا كله جهل وتلاعب بالشريعة فهؤلاء الخوارج عليها حقا انتهى الشريط التاسع عشر من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ وحالا وهذا هو الشريط العشرون من كتاب تلبيس إبليس ذكر تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث قال المصنف اعلم أن أكثر الصوفية المتصوفة قد سدوا على أنفسهم باب النظر إلى النساء الأجانب لبعدهم عن مصاحبتهم وامتناعهم عن مخالطتهم واشتغلوا بالتعبد عن المكاح واتفقت صحبة الأحداث لهم على وجه الإرادة وقصد الزهادة فأمالهم إبليس إليهم وعلم أن المتصوفة في صحبة الأحداث على سبعة أقسام القسم الأول أخبث القوم وهم ناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالحلول عن أبي نصر عبد الله بن علي السراج قال بلغني أن جماعة من الحلولية زعموا أن الحق تعالى اصطفى أجساما حل فيها بمعاني الربوبية ومنهم من قال هو حال في المستحسنات وذكر أبو عبد الله ابن حامد من أصحابنا أن طائفة من الصوفية قالوا إنهم يرون الله عز وجل في الدنيا وأجازوا أن يكون في صفة الآدمي ولم يأبوا كونه حالا في الصورة الحسنة حتى استشهدوه في رؤيتهم الغلام الأسود القسم الثاني قوم يتشبهون بالصوفية في ملبسهم ويقصدون الفسق القسم الثالث قوم يستبيحون النظر إلى المستحسن وقد صنف أبو عبد الرحمن السلمي كتابا سماه سنن الصوفية فقال في أواخذ الكتاب باب في جوامع رخصهم فذكر فيه الرقص والغناء والنظر إلى الوجه الحسن وذكر فيه ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال أطلب الخير عند حسان الوجوه وأنه قال ثلاثة تجل البصر النظر إلى الخضرة والنظر إلى الماء والنظر إلى الوجه الحسن حاشية الحديث الأول أطلب الخير عند حسان الوجوه موضوع السيطي في الجامع الصغير عن عائشة وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأبي هريرة وأبي بكرة الجزء الأول صفحة الرابعة والأربعون ضعيف الجامع للألباني برقم اثنين بعد الألف انتهى قال المصنف رحمه الله وهذان الحديثان لا أصل لهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الحديث الأول فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلب الخير عند حسان الوجوه قال يحيى بن معين محمد بن عبد الرحمن ليس بشيء قال المصنف قلت وقد روي هذا الحديث من طرق قال العقيلي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء وأما الحديث الآخر فعن وهب ابن وهب قال كنت أدخل على الرشيد وابنه القاسم بين يديه فكنت أدمن النظر إليه فقال أرك تدمن النظر إلى القاسم تريد أن تجعل انقطاعه إليك قلت أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن ترميني بما ليس فيه وأما إدمان النظر فإن جعفرا الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث يزدن في قوة النظر النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه الحسن حاشية ضعيف السيطي في الجامعة الصغير عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد الجزء الأول الصفحة الثانية والأربعون والمئة وضعيف الجامع برقم سبعة وستين وخمسمائة بعد الألفين وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله هذا حديث موضوع ولا يختلف العلماء في أبي البختري أنه كذاب والضاع وأحمد بن عمر ابن عبيد أحد المجهولين ثم قد كان ينبغي لأبي عبد الرحمن السلمي إذا ذكر النظر إلى المستحسن أن يقيده بالنظر إلى وجه الزوجة أو المملوكة فأما إطلاقه ففيه سوء ظن وقال شيخنا محمد بن ناصر الحافظ كان ابن طاهر المقدسي قد صنف كتابا في جواز النظر إلى المرد قال المصنف رحمه الله قلت والفقهاء يقولون من ثارت شهوته عند النظر إلى الأمرد حرم عليه أن ينظر إليه وما تدعى الإنسان أنه لا تثور شهوته عند النظر إلى الأمرد المستحسن فهو كاذب وإنما أبيح على الإطلاق لألا يقع الحرج في كثرة المخالطة بالمنع فإذا وقع الإلحاح في النظر دل على العمل بمقتضى ثوران الهوى قال سعيد بن المسيب إذا رأيتم الرجل يلح النظر إلى غلام أمرد فاتهموه القسم الرابع قوم يقولون نحن لا ننظر نظر شهوة وإنما ننظر نظر اعتبار فلا يضرنا النظر وهذا محال منهم فإن الطباعة تتساوى فمن ادعى تنزه نفسه عن أبناء جنسه في الطبع ادعى المحال قد كشفنا هذا في أول كلامنا في السماء عن عبد الله بن الزبير الحنفي قال كنت جالسا مع أب النظر الغنوي وكان من المبرزين العابدين فنظر إلى غلام جميل فلم تزل عيناه واقعتين عليه حتى دنى منه فقال سألتك بالله السميع وعزه الرفيع وسلطانه المنيع إلا وقفت علي وروي من النظر إليك فوقف قليلا ثم ذهب لينضي فقال له سألتك بالحكيم المجيد الكريم المبد المعيد إلا وقفت فوقف ساعة فأقبل يصاعد النظر إليه ويصوبه ثم ذهب لينضي فقال سألتك بالواحد الأحد الجبار الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلا وقفت فوقف ساعة فنظر إليه طويلا ثم ذهب لينضي فقال سألتك باللطيف الخبير السميع البصير وبمن ليس له نظير إلا وقفت فوقف فأقبل ينظر إليه ثم أطرق رأسه إلى الأرض ومضى الغلام فرفع رأسه بعض طويل وهو يبكي فقال قد ذكرني هذا بنظري إليه وجها جل عن التشبيه وتقدس عن التمثيل وتعاضم عن التحديد والله لأجهدن نفسي في بلوغ رضاه بمجاهدة جميع أعدائه وموالاتي لأوليائه حتى أصير إلى ما أردته من نظري إلى وجهه الكريم وبهائه العظيم ولو أددت أنه قد أراني وجهه وحبسني في النار ما دامت السماوات والأرض ثم غشي عليه وحدثنا محمد بن عبد الله الفزاري قال سمعت خيرني النساج يقول حاشية محمد بن إسماعيل أبو الحسن الصوفي المعروف بخير النساج من كبار المشايخ ذوي الأحوال الصالحة والكرامات المشهورة أدرك سريا السقطي وغيره من مشايخ القوم وعاش مائة وعشرين سنة توفي سنة 22 وثلاثمائة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الحادية والثمانون والمئة انتهى قال سمعت خيرا النساج يقول كنت مع محارب بن حسان الصوفي في مسجد الخيف ونحن محرمون فجلس إلينا غلام جميل من أهل المغرب فرأيت محاربا ينظر إليه نظرا أنكرته فقلت له بعد أن قام إنك محرم في شهر حرام في بلد حرام في مشعر حرام وقد رأيتك تنظر إلى هذا الغلام نظرا لا ينظره إلا المفتونون فقال لي تقول هذا يا شهواني القلب والطرف ألم تعلم أنه قد ملعني من الوقوع في شرك إبليس ثلاث فقلت وما هي قال سر الإيمان وعفة الإسلام وأعظمها الحياء من الله تعالى أن يطلع علي وأنا جاثم على منكر نهاني عنه ثم صعق حتى اجتمع الناس علينا حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في ترجمته لمحارب بن حسان في الجزء العاشر الصفحة الخامسة والخمسين والمئة انتهى قال المصنف رحمه الله قلت انظروا إلى جهل الأحمق الأول ورمزه إلى التشبيه وإن تلفظ بالتمزيه وإلى حماقة هذا الثاني الذي ظن أن المعصية هي الفاحشة فقط وما علم أن نفس النظر بشهوة يحرم ونحى عن نفسه أثر الطبع بدعواه التي تكذبها شهوة النظر وقد حدثني بعض العلماء أن صبيا أمرد حكى له قال قال لي فلان الصوفي وهو يحبني يا بني لله فيك إقبال والتفات حيث جعل حاجتي إليك وحكي أن جماعة من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالي وعنده أمرد وهو خال به وبينهما ورد وهو ينظر إلى الورد تارة وإلى الأمرد تارة فلما جلسوا قال بعضهم لعلنا كدرنا فقال إي والله فتصايح الجماعة على سبيل التواجد وحكى أبو الحسين ابن يوسف أنه كتب إليه في رقعة إنك تحب غلامك التركي فقرأ الرقعة ثم استدعى الغلام فصاعد إليه النظر فقبله بين عينيه وقال هذا جواب الرقعة قال المصنف رحمه الله قلت إني لا أعجب من فعل هذا الرجل وإلقائه جلباب الحياء عن وجهه وإنما أعجب من البهائم الحاضرين كيف سكتوا عن الإنكار عليه ولكن الشريعة بردت في قلوب كثير من الناس وعن أبي الطيب الطبري قال بلغني عن هذه الطائفة التي تسمع السماء أنها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمرد وربما زينته بالحلي والمصبغات من الثياب والحواشي وتزعم أنها تقصد به الازديادة في الإيمان بالنظر والاعتبار والاستدلال بالصنعة على الصانع وهذه النهاية في متابعة الهوى ومخادعة العقل ومخالفة العلم قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون الذاريات الحادية والعشرون وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الغاشية السابعة عشرة وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الأعراف الخامسة والثمانون والمئة فعدلوا عما أمرهم الله به من الاعتبار إلى ما نهاهم عنه وإنما تفعل هذه الطائفة ما ذكرناه بعد تناول الألوان الطيبة والمآكل الشهية فإذا استوفت منها نفوسهم طالبتهم بما يتبعها من السماع والرقص والاستمتاع بالنظر إلى وجوه المرد ولو أنهم تقللوا من الطعام لم يحنوا إلى سماع ونظر قال أبو الطيب وقد أخبر بعضهم في شاره عن أحوال المستمعين للغناء وما يجدونه حال السماع فقال أتذكر وقتنا وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح حاشية الراح الخمر انتهى فَلَمْ نَرَفِيهِمُ نَشْوَا أَرَقْنَاهَا فَكَيْفَيْفَيْنَا ت Assessment قال ابن عقيل قول من قول لا أخاف من رؤية الصور المستحسنة ليس بشيء فإن الشريعة جاءت عامة للخطاب لا تميز الأشخاص وآيات القرآن تنكر هذه الدعاوى قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم النور الثلاثون وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت الغاشية من السابعة عشرة إلى التاسعة عشرة فلم يحل النظر إلا على صور لا ميل للنفس فيها ولا حظ فيها بل عبرة لا يمازجها شهوة ولا تعتريها لذة فأما صور الشهوات فإنها تعبر عن العبرة بالشهوة وكل صورة ليست بعبرة لا ينبغي أن ينظر إليها لأنها قد تكون سببا للفتنة ولذلك ما بعث الله تعالى امرأة بالرسالة ولا جعلها قاضيا ولا إماما ولا مؤذنا كل ذلك لأنها محل فتنة وشهوة وربما قطعت عما قصدته الشريعة بالنظر وكل من قال أنا أجد من الصور المستحسنة عبرا كذبناه وكل من ميز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا بالدعوة كذبناه وإنما هذه خدع الشيطان للمدعين القسم الخامس قوم صحب المردان ومنعوا أنفسهم من الفواحش يعتقدون ذلك مجاهبة وما يعلمون أن نفس صحبتهم والنظر إليهم بشهوة معصية وهذه من خلال الصوفية المذمومات وقد كان قدماؤهم على غير هذا وقيل كانوا على هذا بدليل هو ما أخبرنا أحمد بن علي ابن ثابت قال أنشدنا أبو علي الروذ باري أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه على الجبل الصلد الأصم تهدما قال المصنف رحمه الله وسيأتي حديث يوسف بن الحسين وقوله عاهدت ربي أن لا أصحب حدثا مئة مرة ففسخها علي قوام القدود وغنج العيون هاشيه أي فسخ اليمين وأي يمين هذا الغنج الدلال وملاحة العينين انتهى وعن أبي المختار الضبي قال حدثني أبي قال قلت لأبي الكوميت الأندلسي وكان جوالا في أرض الله حدثني بأعجب ما رأيت من الصوفية قال صحبت رجلا منهم يقال له مهرجان وكان مجوسيا فأسلم وتصوف فرأيت معه غلاما جميلا لا يفارقه وكان إذا جاء الليل قام فصلى ثم ينام إلى جانبه ثم يقوم فزعا فيصلي ما قدر له ثم يعود فينام إلى جانبه حتى فعل ذلك مرارا فإذا أسفر الصبح أو كاد يسفر أو تر ثم رفع يديه وقال اللهم إنك تعلم أن الليل قد مضى علي سليما لم أقترف فيه فاحشة ولا كتبت علي الحفظة فيه معصية وأن الذي أضمره بقلبي لو حملته الجبال لا تصدعت أو كان بالأرض لا تدك دكت ثم يقول حاشية تدك دكت الجبال للأرض أي تهدمت فالتدك دكت للجبال والتصدع للأرض انتهت الحاشية ثم يقول يا ليل اشهد بما كان مني فيك فقد منعني خوف الله عن طلب الحرام والتعرض للأثام ثم يقول سيدي أنت تجمع بيننا على تقى فلا تفرق بيننا يوم تجمع فيه الأحباب فأقمت معه مدة طويلة أراه يفعل ذلك كل ليلة وأسمع هذا القول منه فلما هممت بالانصراف من عنده قلت سامعتك تقول إذا انقضى الليل كذا وكذا فقال وسمعتني قلت نعم قال فوالله يا أخي إني لأداري من قلبي ما لو داراه سلطان من رعيته لكان الله حقيقا بالمغفرة له فقلت وما الذي يدعوك إلى صحبة من تخاف على نفسك العنة من قبله قال أبو حمزة الصوفي رأيت بغيت المقدس فتى من الصوفية يصحب غلاما مدة طويلة ثمات الفتى وطال حزن الغلام عليه حتى صار جلدا وعظما من الضنى والكمد فقلت له يوما لقد طال حزنك على صديقك حتى أظن أنك لا تسلو بعده أبدا فقال كيف أسلو عن رجل أجل الله عز وجل أن يصيبه معي طرفة عين أبدا وصانني عن نجاسة الفسوق في خلال صحبتي له وخلواتي معه في الليل والنهار قال المصنف رحمه الله هؤلاء قوم رآهم إبليس لا ينجذبون معه إلى الفواحش فحسن لهم بداياتها فتعجلوا لذة النظر والصحبة والمحادثة وعزموا على مقاومة النفس في صدها عن الفاحشة فإن صدقوا وتم لهم ذلك فقد اشتغل القلب الذي ينبغي أن يكون شغله بالله تعالى لا بغيره وصرف الزمان الذي ينبغي أن يخلو فيه القلب بما ينتفع به في الآخرة لمجاهدة الطبع في كفه عن الفاحشة وهذا كله جهل وخروج عن آداب الشرع فإن الله عز وجل أمر بغض البصر لأنه طريق إلى القلب ليسلم القلب لله تعالى من شائب تخاف منها وما مثل هؤلاء إلا كمثل من أقبل إلى سباع في غيظة متشاغلة عنه لا تراه فأثارها وحاربها وقاومها فيا بعد سلامته من جراحة إن لم يهلك حاشية الغيظة الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف انتهت فصل وفي هؤلاء من قويت مجاهدته مدة ثم ضعفت فدعته نفسه إلى الفاحشة فامتنى حينئذ من صحبة المرد عن أبي حمزة قال قلت لمحمد بن العلاء الدمشقي وكان سيد الصوفية وقد رأيته يماشي غلاما وضيئا مدة ثم فارقه فقلت له لما هجرت ذلك الفتى الذي كنت أراه معك بعد أن كنت مواصلا له له وإليه ما إلى فقال والله لقد فارقته عن غير قلاء ولا ملل حاشية القلاء البغض والهجر انتهى قلت ولما فعلت ذلك قال رأيت قلبي يدعوني إلى أمر إذا خلوت به وقرب مني لو أتيته سقطت من عين الله عز وجل فهجرته لذلك تنزيها لله تعالى ولنفسي عن مصارع الفتن فصل ومنهم من تاب وأطال البكاء عن إطلاق نظره عن عبيد الله قال سمعت أخي أبا عبد الله محمد بن محمد يقول سمعت خير من الساج يقول كنت مع أمية ابن الصامت الصوفي إذ نظر إلى غلام فقرأ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الحديد الرابعة ثم قال وأين الفرار من سجن الله وقد حصنه بملائكة غلاظ شداد تبارك الله فما أعظم منتحنني به من نظري إلى هذا الغلام ما شبهت نظري إليه إلا بنار وقعت على قصب في يوم ريح فما أبقت ولا تركت ثم قال أستغفر الله من بلاء جنته عيناي على قلبي لقد خفت ألا أنجو من معرته ولا أتخلص من إثمه ولو وافيت القيامة بعمل سبعين صديقا ثم بكى حتى كاد يقضي نحبة فسمعته يقول في بكائه يا طرف لأشغلنك بالبكاء عن النظر إلى البلاء حاشية المعرة الأذى والمساءة والمكروه والإثم أيضا وانظر حلية الأولياء لأبي نعين في الجزء العاشر الصفحة الرابعة والخمسين والمئة انتهت فصل ومنهم من تلاعب به المرض من شدة المحبة عن أبي حمزة الصوفي قال كان عبد الله بن موسى من رؤساء الصوفية ووجههم فنظر إلى غلام حسن في بعض الأسواق فبلي به وكاد يذهب عقله عليه صبابة وحبا وكان يقف كل يوم في طريقه حتى يراه إذا أقبل وإذا انصرف فطال به البلاء وأقعده عن الحركة من الضنى وكان لا يقدر أن يمشي خطوة فأتيته يوما لأعوده فقلت يا أبا محمد ما قصتك حاشية ضنية اشتد مرضه حتى نحل جسمه والضنى المرض أو الهزال الشديد والمريض الذي قطال مرضه امتهى فقلت يا أبا محمد ما قصتك وما هذا الأمر الذي بلغ بك ما أرى فقال أمور امتحنني الله بها فلم أصبر على البلاء فيها ولم يكن لي بها طاقة ورب ذنب يستصغره الإنسان هو عند الله أعظم من كبير وحقيق بمن تعرض للنظر الحرام أن تطول به الأسقام ثم بكى قلت ما يبكيك قال أخاف أن يطول في النار شقائي فانصرفت عنه أنا راحم له لما رأيت به من سوء الحال قال أبو حمزة ونظر محمد بن عبد الله بن الأشعث الدمشقي وكان من خيار عباد الله إلى غلام جميل فغشي عليه فحمل إلى منزله واعتاده السقم حتى أقعد من رجليه وكان لا يقوم عليهما زمانا طويلة فكنا نأتيه نعوده ونسأله عن حاله وأمره وكان لا يخبرنا بقصته ولا سبب مرضه وكان الناس يتحدثون بحديث نظره فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائدا فهش إليه وتحرك وضحك في وجهه واستبشر برؤيته فما زال يعوده حتى قام على رجليه وعاد إلى حالته فسأله الغلام يوما أن يسير معه إلى منزله فأبى أن يفعل ذلك فسألني أن أسأله أن يتحول إليه فسألته فأبى أن يفعل فقلت للشيخ وما الذي تكره من ذلك فقال لست بمعصوم من البلاء ولا آمن من الفتنة وأخاف أن يقع علي من الشيطان محنة فتجري بيني وبينه معصية فأكون من الخاسرين فصل وفيهم من همت نفسه إلى الفاحشة فقتل نفسه عن أبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني قال كان ببلاد فارس صوفي كبير فابتلي بحدث فلم يملك نفسه أن دعته إلى فاحشة فرقب الله عز وجل ثم ندم على هذه الهمة وكان منزله على مكان عال ووراء منزله بحر من الماء فلما أخذته الندامة صاعد السطح ورمى بنفسه إلى الماء وتلا قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم البقرة الرابعة والخمسون فغرق في البحر قال المصنف رحمه الله انظر إلى إبليس كيف درج هذا المسكين من رؤية هذا الأمرد وإلى إذنان النظر إليه إلى أن مكن المحبة من قلبه إلى أن حرضه على الفاحشة فلما رأى استعصامه حسن له بالجهل قتل نفسه فقتل نفسه ولعله هم بالفاحشة ولم يعزم والهمة معفو عنها لقوله عليه الصلاة والسلام عفية لأمتي عما حدثت به نفوسها حاشية صحيح البخاري في الإيمان باب إذا حنث ناسيا في الأيمان الجزء الحادي عشر الصفحة السابعة والخمسون والخمسمائة إذن فالبخاري في الأيمان ومسلم في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس في الصفحة الحادية بعد المئتين والثانية بعد المئتين وهما بلطف إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت أو وسوست به أنفسها وانتهت الحاشية ثم إنه نظم على همته والندم توبة فأراه إبليس أن من تمام الندم قتل نفسه كما فعل بن إسرائيل فأولئك أمروا بذلك بقوله تعالى فقتلوا أنفسكم ونحن نهينا عنه بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم النساء التاسعة والعشرون فلقد أتى بكبيرة عظيمة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تردى من جبل فقتل نفسه فويتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا حاشية صحيح البخاري في الطب باب شرب السم والدواء به الجزء العاشر صفحة الخامنة والخمسون بعد المائتين ومسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه برقم خمسة وسبعين ومائة وانتهت الحاشية انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نوصل القراءة في تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث فصل وفيهم من فرق بينه وبين حبيبه فقتل حبيبه بلغني عن بعض الصوفية أنه كان في رباط عندنا ببغداد ومعه صبي في البيت الذي هو فيه فشنعوا عليه وفرقوا بينهما فدخل الصوفي إلى الصبي ومعه سكين فقتله وجلس عنده يبكي فجاء أهل الرباط فرأوه فسألوه عن الحال فأقر بقتل الصبي فرفعوه إلى صاحب الشرطة فأقر فجاء والد الصبي يبكي فجلس الصوفي يبكي ويقول له بالله عليك إلا ما أقتني به حاشية القود القصص من القاتل انتهت الحاشية فقال الآن قد عفوت عنك فقام الصوفي إلى قبر الصبي فجعل يبكي عليه ثم لم يزل يحج عن الصبي ويهدي له الثواب فصل ومن هؤلاء من قارب الفتنة فواقع فيها ولم تنفعه دعوى الصبر والمجاهدة عن إدريس ابن إدريس قال حضرت بمصر قوما من الصوفية ولهم غلام أمرد يغنيهم قال فغلب على رجل منهم أمره فلم يدر ما يصنع فقال يا هذا قل لا إله إلا الله فقال الغلام لا إله إلا الله فقال أقبل الفم الذي قال لا إله إلا الله القسم السادس قوم لم يقصدوا صحبة المردان وإنما يتوب الصبي ويتزهد ويصحبهم على طريق الإرادة فيلبس إبليس عليهم ويقول لا تمنعوه من الخير ثم يتكرر نظرهم إليه لا عن قصد فيثير في القلب الفتنة إلى أن ينال الشيطان منهم قدر ما يمكنه وربما واثقوا بدينهم فاستفزهم الشيطان فرموهم إلى أقصى المعاصي كما فعل ببرصيصة قال المصنف رحمه الله وقد ذكرنا قصته في أول الكتاب وغلطهم من جهة تعرضهم بالفتن وصحبة من لا يؤمن الفتنة في صحبته القسم السابع قوم علموا أن صحبة المردان والنظر إليهم لا يدوز ويرى أنهم لم يصبروا عن ذلك عيوسف بن الحسين قال كل ما رأيتموني أفعله ففعلوه ففعلوه إلا صحبة الأحداث فإنها أفتن الفتن ولقد عاهدت ربي أكثر من مئة مرة ألا أصحب حدث ففسخها علي حسن الخدود وقوام القدود وغنج العيون وما سألني الله معهم عن معصيه وأنشد صريع الغواني في معنى ذلك شعرا حاشية هو مسلم بن الوليد من أبناء الأنصار كان مداحا محسنا وجل مدائحه في يزيد بن مزيد وداود بن يزيد المهلبي والبرامكة ومحمد بن منصور كاتبهم ولي مسلم في خلافة المأمون بريدة جرجان فلم يزل بها حتى مات وكان يلقب بصريع الغواني لقوله في قصيدة الله هل العيش إلا أن تروح مع الصبا وتغدو صريع الكأس والأعين النجلي ابن قتيبة في الشعر والشعراء اللزء الثاني الصفحة الثانية وثلاثون وثمانمائة انتهت أنشد صريع الغواني في معنى ذلك شعرا إن ورد الخدود والحدق النجلي وما في الثغور من أقحواني وعوجاج الأصداغ في ظاهر الخد وما في الصدور من الرماني تركتني بين الغوان صريعا فلهذا أدعى صريع الغواني حاشية الحدق السواد المستدير وسط العين والنجل أي الحسنة المتسعة والأقحوان نبت زهره أصفر أو أبيض وكثر في الأدب العربي تشبيه الأسنان بالأبيض المؤلل منه والجمع أقاح وأقاحي انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قلت هذا الرجل قد فضح نفسه في شيء ستره الله عليه وأخبر أنه كلما رأى فتنة نقض التوبة فأين عزام التصوف في حمل النفس على المشاق ثم ظن بجهله أن المعصية هي الفاحشة فقط ولو كان له علم لعلم أن صحبتهم والنظر إليهم معصية فانظر إلى الجهل كيف يصنع بأربابه وعن أبي مسلم الخمشوعي أنه نظر إلى غلام جميل فأطال ثم قال سبحان الله ما أهجم طرفي عن مكروه نفسه وأدمنه على سخط سيده وأغراه بما قد نهى عنه وأبهجه بالأمر قد حذر عنه لقد نظرت إلى هذا نظرا لا أحسب إلا أنه سيفضحني عند جميع من عرفني في عرصات القيامة ولقد تركني نظري هذا وأنا أستحي من الله تعالى وإن غفر لي ثم صعق وعن أبي الحسين النوري قال رأيت غلاما جميلا ببغداد فنظرت إليه ثم أردت أن أردد النظر فقلت له تلبسون النعال الصرارة وتمشون في الطرقات فقال أحسنت الحشرة بالعلم حاشية الصرارة أي التي تحدث صوتا عند لبسها فتنبه من حولها وهذا من حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة الرابعة والخمسين بعد المائتين انتهت فصل وكل من فاته العلم تخبط فإن حصل له وفاته العمل به كان أشد تخبيط ومن استعمل أدب الشرع في قوله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم النور الثلاثون سلم من البداية بما صعب أمره في النهاية وقد ورد الشرع بالنهي عن مجالسة المردان وعوصى العلماء بذلك وعن أمس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجالس أبناء الملوك فإن النفوس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجوار العواتق حاشية موضوع ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة الجزء الثاني صفحة الرابعة عشر بعد المائتين انتهى والحديث بإسناده عن الأغمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تملأوا عينكم من أولاد الملوك فإن لهم فتنة أشد من فتنة العذارة حاشية موضوع ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة الجزء الثاني الصفحة الرابعة عشر بعد المائتين انتهى وعن الشعبي قال خادنا وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمر ظاهر الوضاءة فأجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وقال كانت خطيئة داود عليه السلام النظر حاشية موضوع السلسلة الضعيفة للألباني ورقم ثلاثة عشر بعد الثلاثمئة انتهى وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدى الرجل النظر إلى الغلام الأمرد حاشية لم أجده فيما بين يدي من مصادر وعلى كل فقد طالب الشارع منا الابتعاد عن كل ما يثير الفتنة ويحرك الشهوة وحذر من تكرار النظر وحث على حفظ الفرج وغض البصر امتهت الحاشية وقال عمر بن الخطاب ما أتى على عالم من سبع ضار أخوف عليه من غلام أمرد وعن الحسن بن ذكوان أنه قال لا تجالس أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارة وعن النجيب السبي قال كان يقال لا يبيت الرجل في بيت مع المرد وعن عبد العزيز بن أبي السائب عن أبيه قال لأنا أخوف على عابد من غلام من سبعين عذراء حاشية انظر الحلية في الجزء التاسع صفحة الثالثة والعشرين والثلاثمائة والرابعة والعشرين والثلاثمائة انتهت وعن أبي علي الروذباري قال سمعت جنيدا يقول جاء رجل إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه فقال له من هذا قال ابني قال أحمد لا تجئ به معك مرة أخرى فلما قام قال له محمد بن عبد الرحمن الحافظ وفي رواية الخطيب فقيل له أيد الله الشيخ إنه رجل مستور وابنه أفضل منه فقال أحمد الذي قصدنا إليه من هذا الباب ليس يمنع منه سترهما على هذا رأينا أشياخنا وبه أخبرونا عن أسلافهم وعن أبي بكر المروزي قال جاء حسن البزاز إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه فتحدث معه فلما أراد أن ينصر فقال له أبو عبد الله يا أبا علي لا تمشي مع هذا الغلام في طريق فقال له إنه ابن أختي قال وإن كان لا يهلك الناس فيك وعن شجاع بن مخلد أنه سمع بشر بن الحارث يقول احذروا هؤلاء الأحداث وعن فتح الموصلي أنه قال صحبت ثلاثين شيخة كانوا يعدون من الأبدال كلهم أوصوني عند فراقي لهم اتقموا عشرة الأحداث وعن الحلبي أنه قال نظر سلام الأسود إلى رجل ينظر إلى حدث فقال له يا هذا أبقي على جاهك عند الله فإنك لا تزال ذا جاه ما دمت له معظمة وعن أبي منصور عبد القادر بن فاهر قال من صحب الأحداث وقع في الأحداث حاشية الأحداث الأولى مفردها الحدث وهو الصغير السن والثاني مفردها الحدث يقال الأمر الحادث أي المنكر غير المعتاد انتهت الحاشية وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال مظفر القرميسيني من صحب الأحداث على شرط السلامة والنصيحة أداه ذلك إلى البلاء فكيف بمن يصحبهم على غير وجه السلامة فصل وقد كان السلف يبالغون في الإعراض عن المرد وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجلس الشاب الحسن الوجه وراء ظهره وعن عطاء بن مسلم قال كان سفيان لا يدع أمرد يجالسه وعيحي بن معين قال ما طمع أمرد بصحبتي ولأحمد بن حنبل قال في طريق وعن أبي عقوب قال كنا مع أبي نصر بن الحارث فوقفت عليه جارية ما رأينا أحسن منها فقالت يا شيخ أين مكان باب حرب فقال لها هذا الباب الذي يقال له باب حرب ثم جاء بعدها غلام ما رأينا أحسن منه فسأله فقال يا شيخ أين مكان باب حرب فأطرق الشيخ رأسه فرد عليه الغلام السؤال وغمض عينيه فقلنا للغلام تعالى إيش تريد فقال باب حرب فقلنا له ها هو بين أديك فلما غاب قلنا للشيخ يا أبا نصر جاءتك جارية فأجبتها وكلمتها وجاءك غلام فلم تكلمها فقال نعم يروى عن سفيان الثوري أنه قال مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان فخشيت على نفسي من شياطينه وعن عبد الله بن المبارك قال دخل سفيان الثوري الحمام فدخل عليه غلام صبيح فقال أخرجوه أخرجوه فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل غلام بضعة عشر شيطانا وعن محمد بن أحمد بن أبي القاسم قال دخلنا على محمد بن الحسين صاحب يحيى بن معين وكان يقال إنه ما رفع رأسه إلى السماء من منذ أربعين سنة وكان معنا غلام حدث في المجلس بين أديه فقال له قم من حذائي فأجلسه من خلفه وعن أبي أمامة قال وكنا عند شيخ يقرأ فبقي عنده غلام يقرأ عليه فأردت الانصراف فأخذ بثوبي وقال أصبر حتى يفرغ هذا الغلام وكيه أن يخلو مع هذا الغلام وعن أبي الرذباري قال قال لي أبو العباس أحمد المؤدب يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث فقلت له يا سيدي أنت بهم أعرف وقد تصحبهم السلام لي كثير من الأمور فقال هيهات قد رأينا من كان أقوى إيمانا منهم إذا رأى الحدث قد أقبل فرك فراره من الزحف وإنما ذلك حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها فتأخذها عن تصرف الطباع ما أكثر الخطر ما أكثر الغلط فصل وصحبة الأحداث أقوى حبائل إبليس التي يصيد بها الصوفية عن يوسف بن الحسين قال نظرت في آفات الخلق فعرفت من أين أتو ورأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد وإرفاق النسوان حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة الأربعين بعد المائتين انتهى وعن ابن الفرج الرستمي الصوفي قال رأيت إبليس في النوم فقلت له كيف رأيتنا أعرضنا عن الدنيا ولذاتها وأموالها فليس لك إلينا طريق فقال كيف رأيت ما اجتملت به قلوبكم باستماع الغناء ومعاشرة الأحداث وعن أبي سعيد الخراز قال رأيت إبليس في النوم يمرغني ناحية فقلت تعالى فقال إيش أعمل بكم أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس قلت ما هو قال الدنيا فلما أولى التفت إلي فقال غير أن فيكم لطيفة قلت وما هي قال صحبة الأحداث قال أبو سعيد وقل من يتخلص منها من الصوفية فصل في عقوبة النظر إلى المردان عن أبي عبد الله بن الجلاء قال كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال إيش أقوفك فقلت يا عمي أما ترى هذه الصورة كيف تعذب بالنار فضرب بيده بين كتفي وقال لا تجدن غبها ولو بعد حين حاشية الغب من كل شيء عاقبته وآخره والجمع أغباب انتهت الحاشية قال فوجدت غبها بعد أربعين سنة أن أنسيت القرآن وعن أبي الأديان وعن أبي الأديان قال كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال يا بني لتجدن غبه ولو بعد حين فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب فننت ذات ليلة وأنا مفكر فيه فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله وعن أبي بكر الكتاني قال رأيت بعض أصحابنا في المنام فقلت ما فعل الله بك قال عرض علي سيئاتي وقال فعلت كذا وكذا فقلت نعم ثم قال وفعلت كذا وكذا فاستحييت أن أقره فقلت إني أكره فقلت إني أستحي أن أكر فقال إني غفرت لك بما أقررت فكيف بما استحييت فقلت له ما كان ذلك الذنب فقال مر بي غلام حسن الوجه فنظرت إليه وقد رؤي نحو هذه الحكاية عن أبي عبد الله الزراد أنه رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي كل ذنب أقررت به في الدنيا إلا واحدة فاستحييت أن أقر به فوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي فقيل له ما الذنب فقال نظرت إلى شخص جميل وعن أبي عقوب الطبري أنه قال كان معي شاب حسن الوجه يخدمني فجاءني إنسان من بغداد صوفي فكان كثيرا لالتفات إلى ذلك الشاب فكنت أجل عليه لذلك فنمت ليلة من الليالي فرأيت رب العزة في المنام فقال يا أبا يعقوب لما لم تنهى وأشار إلى البغدادي عن النظر إلى الأحداث فوعزتي إني لا أشغل بالأحداث إلا من باعدته عن قربي قال أبا يعقوب فانتبهت وأنا أضطرب فحكيت الرؤية للبغدادي فصاح صيحة ومات فغسلناه ودفلناه واشتغل عليه قلبي فرأيته بعد شهر في النوم فقلت له ما فعل الله بك قال وابخني حتى خفت ألا أنجو ثم عفى عني قلت إنما مددت النفس يسيرا في هذا الباب لأنه مما تعم به البلوى عند الأكثرين فمن أراد الزيادة فيه وفيما يتعلق بإطلاق البصر وجميع أسباب الهوى فلينظر في كتابنا المسمى بذنب الهوى ففيه غاية المراد من جميع ذلك ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ادعاء التوكل وقطع الأسباب وترك الاحتراز في الأموال عن أبي سليمان الداراني قال لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحيطان ولا جعلنا لباب الدار غلقا مخافة اللصوص حاشية انظر حليات الأولياء لأبي نعيم في الجزء التاسع الصفحة السادسة والخمسين بعد المائتين انتهت وعند النون المصري انه قال سافرت سنين وما صح لي التوكل الا وقتا واحدا ركبت البحر فكسر المركب فتعلقت بخشبة من خشب المركب فقالت لي نفسي ان حكم الله عليك بالغرق فما تنفعك هذه الخشبة فخليت الخشبة فطفت على الماء فوقعت على الساحل اخبرنا محمد قال سألت ابا يعقوب الزيات عن مسألة في التوكل فاخرج درها من كان عنده ثم اجابني فاعطى التوكل حقه ثم قال استحييت ان اجيبك وعندي شيء وذكر ابو نصر السراج في كتاب اللمع قال جاء رجل الى عبدالله بن الجلاء فسأله عن مسألة في التوكل وعنده جماعته فلم يجبه ودخل البيت فاخرج اليهم سرة فيها اربعة دوانق فقال اشتروا بهذه شيئا حاشية الدانق سد سد درها والجمع دوانق ودوانيق انتهت الحاشية ثم اجاب الرجل عن سؤاله فقيل له في ذلك فقال استحييت من الله تعالى ان اتكلم في التوكل وعندي اربعة دوانق وقال سهل بن عبدالله من طعن في الاكتساب فقطعن على السنة ومن طعن على التوكل فقطعن على الايمان قال المصنف قلت قلة العلم اوجبت هذا التخليط ولو عرفوا ما هي التوكل لعلموا انه ليس بينه وبين الاسباب تبعد وذلك ان التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده وذلك لا يناقض حركة البدن في التعلق بالاسباب ولا ادخار المال فقد قال تعالى ولا تؤت السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما النساء الخامسة اي قواما لابدانكم وقال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح مع الرجل الصالح حاشية سبق تخريجه انتهى وقال صلى الله عليه وسلم انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس حاشية سبق تخريجه انتهى واعلم ان الذي امر بالتوكل امر باخذ الحذر فقال خذوا حذركم النساء الحادية والسبعون وقال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الانفال الستون وقال فاسر بعبادي ليلى الدخان الثالثة والعشرون وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين وشاور طبيبين واختفى في الغار وقال من يحرسني الليلة وامر بغلق الباب وفي الصحيحين من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغلق بابك وقد اخبرنا ان التوكل لا ينافي الاحتراز حاشية ظهر بين درعين الحديث حسن ابو داود في الجهاد باب في لبس الدروع برقم تسعين وخمسمائة بعد الالفين وابن ماجه في الجهاد باب السلاح برقم ستة وثمانمائة بعد الالفين ومختصر الشمائل في الصفحة التسعين وظهر بينهما اجمع بينهما ولبس احداهما فوق الاخرى ولبسهما يدل على الاهتمام في التوقي في الحرب وليساعد ذلك في الاقدام معدم الاكتراث بالعدو وشاور طبيبين لا شك ان ديننا الحنيف لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا وقد امر بها ما دامت في نفع الانسان لا في ضرره فقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي فقال تداووا عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد الهرم حديث صحيح ومما يدل على اهتمام الرسول بالتطبيب ما رواه مسلم ولي قراءة الهامش ما رواه مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى ابي بن كعب طبيبا فقطع منه ارقا ثم كواه عليه الى غير ذلك من الاثار التي تحض على التطبيب غير ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الذين يطببون على غير علم فيقول من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضام حديث حسن كذلك واختفى في الغار سبق تخريجه في حديث الهجرة وقال من يحرس من الليلة يشير الى الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سهر فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من اصحابي صالحا يحرس من الليلة واذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا فقال انا سعد بن ابي وقاص جئت لأحرسك فنام النبي صلى الله عليه وسلم البخاري في الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله الجزء السادس الصفحة الخامسة والتسعون ومسلم في فضاء للصحابة باب في فضل سعد بن ابي وقاص في الصفحة التاسعة والثلاثين وفي الصفحة الاربعين كذلك من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغلق بابك هو صحيح البخاري في بدء الخلق باب صفة ابليس وجنوده في اللزء السادس الصفحة السابعة والثمانين بعد الثلاثمائة ومسلم في الاشربة باب الامر بتغطية الاناء في الصفحة السادسة والتسعين والسابعة والتسعين انتهى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وترك ناقته بباب المسجد فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال اطلقتها وتوكلت على الله قال اعقلها وتوكل حاشيه حسن الترمذي في صفة القيامة برقم سبعة عشر وخمسمائة بعد الالفين وصحيح الجامعة للالباني برقم ثمانية وستين بعد الالف وانتهت الحاشية وعن سفيان بن عيينة قال تفسير التوكل ان يرضى بما يفعل به وقال ابن عقيل يظل اقوام ان الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل وان التوكل هو اهمال العواقب واطراح التحفظ وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط الذي يقتضي من العقلاء التوبيخ والتهجين ولم يأمر الله بالتوكل الا بعد التحرز واستفراغ الوسع في التحفظ فقال تعالى وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله اهل عمران التاسعة والخمسون والمئة فلو كان التعلق بالاحتياط قادحا في التوكل لما خص الله به نبيه حين قال له وشاورهم في الامر وهل المشاورة الا استفادة الرأي الذي منه يؤخذ التحفظ والتحرز من العدو ولم يقنع في الاحتياط بان يكله الى رأيهم واجتهادهم حتى نص عليه وجعله عملا في نفس الصلاة وهي اخص العبادات فقال فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم وبين علة ذلك بقوله تعالى ودى الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فاميلون عليكم ميلة واحدة النساء الثانية بعد المئة ومن علم ان الاحتياط هكذا لا يقال ان التوكل عليه ترك ما علم لكن التوكل التفويض فيما لا وسع فيه ولا طاقة قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل انتهى الشريط العشرون من كتاب تلبيس ابليس وللكتاب بقية على الشريط التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة